أهلاً أنا جون بافير دعوني أبدأ بالقول بأنني مصرور أن هذه المادة وصلت بين يديك وهذا شرف لي أن أتحدث إليك كنت أتمنى أن أتكلم العربية حتى تستطيع سماع صوتي وقلبي حين أتكلم أنا وزوجتي ليسا أسسنا مؤسسة ميسنجر قبل عشرين سنة مهمتنا وشغفنا هي كلمات المسيح الأخيرة التي قالها قبل تركيه الأرض أوصانا اذهبوا وتلمذوا جميع أمم الأرض وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يطيعوا كل ما أوصيتكم به متى ثمانية وعشرين تسعة عشر وعشرين لهذا السبب شركاؤنا حول العالم ونحن في مؤسسة ميسنجر صلينا واجتهدنا لكي تصل هذه المادة بين يديك صديقي أنت استجابة لصلواتنا نرجو أن تتلقى هذه المادة كتعبير بسيط عن حبنا لك حين أعطاني له هذه الرسالة كان لها تأثير عميق على حياتي وخدمتي وأؤمن أن نفس الشيء سيحدث في حياتك وفي هؤلاء من تقودهم والآن أريد مشاركتك بشيء أكثر إثارة هذه الرسالة هي عينة من المكتب الألكتروني التي أعددناها كهدية مجانية لك ولجسد المسيح حول العالم يمكنك زيارة الموقع المكتوب في هذه المادة أسفل الشاشة لتجد فيديوهات مجانية وتسجيل تعليمي وكتب ودراسات والمزيد هذه المصادر متاحة بنفس لغتك بفضل شبكة من مترجمين ومرجعين وأشخاص آخرين مكرسين لله نؤمن أن هذه المجهودات المشتركة لدعم خدمتكم هي أبدية واستثمار هام لملكوت الله على الأرض لذا شاركنا في تتميم دعوة الله التي في قلوبنا شارك معنا في نشر هذه المواد في مجتمعك والدوائر المجاورة لك وكل من يتحدثون بالعربية قال يسوع لتلميذه في متى عشر ثمانية أخذتم مجانا فأعطوا مجانا هناك أكثر من خمسة وعشرين ألف كنيسة في الولايات المتحدة يستخدمون مواد منهج الخدمة اليوم نرسلها إليك وكل ما نطلبه هو أن تساعدنا لكي نتمم دعوة الله لنعلن كلمته في كل مكان شارك من فضلك بكل المواد في الأستوانة وفي مكتبتنا الألكترونية مع عائلتك وكنيستك انشر الكلمة مع أصدقائك ومساعديك لا تتردد في إرسال مقتطفات أو ملفات لشعب كنيستك انشر هذه المادة عبر الإنترنت وانسخ الكتابة والاستوانات ارجع باستمرار لمكتبة التحميل حيث أننا نضيف المزيد والمزيد من المواد يخبرنا عبرانين 411 أن كلمة الله حية وفعالة وكلمة الله فقط تحتوي على القدرة لتعطي الحرية والحياة والأمل والعزم والإعلان أنت تلعب دورا حيويا بأن تجعل هذه الرسائل تنتشر في أمتك وحول العالم والشغفون هو أن يتمتع أولاد الله باختبار قوة كلمته في ملئها أعلم أنك تشاركنا الأشواق وأنه لشرف عظيم أن نعمل معك في التساع ملكوت الله على الأرض استمع صديقي نحن نحبك ونؤيدك ومشاركتك في جسد المسيح لا تقدر بثمن نشكرك أنك تطلب خدمة الله وخدمة شعبه بكل ما لديك تشدد يقول الله إنه الساهر على كلمته ليجريها لن ترجع فارغة إليه كنيستك ومجتمعك وأمتك ستتغير تماما بكلمة الله بينما تعلنها بكل شجاعة أصلي أن مثل هذه المواد تساعدك أن تصل لدائرة تأثيرك من خلال قوة نعمة الله هذا شرف أن أدعوك أخي أو أختي في الإيمان وأؤمن أننا معا سوف نرى الرب يسوع المسيح مرتفعا في الأرض وأتمنى لك أعظم بركات الله موسيقى 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 ها نحن في أول محاضرة صحيح نعمل شيئا معا بعد 31 سنة من الزواج تزوجنا منذ 31 عام لكن الأول مرة نتشارك الممبر معا وقد اكتشفت أن الرجال والنساء مختلفين وأنا وأنت نختلف في طريقات تحضير الرسائل فكانت رحلة ممتعة فعلا ممتعة لقد تثقفنا بالطبع نعم لأن الأمر رائعا لكننا وصلنا إلى هدف مشترك غاية مشتركة وهي أن نناقش موضوع الزواج لأننا نعرف وأعتقد أنه معروف للجميع أن نزيجات تتعرض للهجوم منذ سنوات لكن مؤخرا مؤسسة الزواج هي التي تتعرض للهجوم بالطبع كنا نتكلم عن هذا وبعض الناس قالوا لنا لماذا لا تقدمون الدراسة عن الزواج وكنا نقول الوعز يهاجم في الأمور التي يعز عنها فلا نعز عن الزواج ولا عن التربية سنتكلم عن أمور أخرى لكن عندما بدأنا نرى أن تعريف الزواج وجوهر تأسيسه يهاجم شعرنا أننا لا نستطيع أن نستمر صامتين بالتأكيد الله هو الذي أنشأ الزواج لقد كانت فكرته والخالق هو الوحيد الذي له الحق في تعريف الزواج فنقشنا معا رغبتنا في الحديث عن هذا الأمر أي زواج ملاخي إسنان 15 يقول لماذا يحفظ العقل عهده لأنه يطلب نسلا صالحا من الله أحب هذا لذا ينبغي أن تكون حذرا ولا تغدر بالمرأة التي تزوجتها في شبابك تكلمنا عن هدف هذه المحاضرات كلها نريد أن نعلم الناس كيف يكونون حذرين على زواجهم وليس على زواجهم فقط لكن على روح زواجهم لأننا سنحكي حكاية بزواجنا يحتاج العالم أن يراها أحب روح زواجنا وبما أن الله هو الذي أنشأه فماذا سيحاول العدو أن يفعل؟ سيفعل كل ما في وسعه ليدمر ما أنشأه الله ودعاه حسن جدا وإذا رأيتم الإحصائيات إنها صاعقة لأن 40 إلى 50% من الزيجات الأولى تطلق وال60% من الزيجات الثانية تطلق الناس الذين يقولون إنهم مسيحيون لهم نفس الإحصائية لكن من يحضرون الكنيسة بانتظام تنزل نسبة طلاقهم إلى 38% ومن يصلون معا تقل نسبة طلاقهم عن ذلك لنسمح لله بالتدخل في زواجنا وهذا ما أريد أن أوصي به كل من يشاهد هذه الدراسة الأزواج وكل شخص لأنكم تستثمرون في شيء مهم للغاية وقد كان منذ البدء لذلك أحب هذه الكلمات ينبغي أن تكون حذرا لماذا يهاجم الزواج هكذا بشدة؟ لأننا تكلمنا عن هذا الأمر كثيرا لماذا؟ لماذا زواج؟ لماذا يهاجم بشدة الآن؟ هل كان الله يظن أنه شيء جيد ولكن الآن لم يعد شيء جيد؟ هل تغير؟ ما هو السبب كل هذا الهجوم؟ وماذا فعلنا كمؤمنين حتى سمحنا بالهجوم عليه؟ أظن أننا لم ننفذه بشكل جيد إذا قرأت روميا 2-24 يقول بسبب سلوككم تهين الأمم الأخرى اسم الله بمعنى آخر لأننا لا نحيا لأنه إن عشنا مبادئ الله إن سرنا في مبادئ الله هذا ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى مقاومة يقول بوروس أسعى نحو الغرض السعي يعني أنه يوجد مقاومة وأعتقد أن ما يحدث هو بسبب تركيز الميديا على الرومانسية ونحن لا نشعر بهذه المشاعر لذلك لا نسعى ونحاول الحفاظ على ما أنشأه الله وطلب منا أن نحميه لذلك علينا كمؤمنين أن نعيش الزواج بطريقة جيدة أقصد أن أولئك الذين يسمون اسم يسوع يجب أن تكون زيجاتهم هي الأقوى والأكثر ثمارا من الذين سنوجه إليهم كلامنا في هذه الدراسة؟ حسنا نريد أن نؤكد على أننا لا نقدم الدراسة للمتزوجين فقط لأن الزواج فيه صورة المسيح والكنيسة لذلك أردنا أن تكون الدراسة لغير المتزوجين أيضا زوجك هو خالقك وتفهمين رغبتي في التفاعل معك كثيرون من غير المتزوجات يقولن لي أنا أريد أن أتزوج فأقول لهن لا يمكن أن تكوني في احتياج للصقل مثلي لأن الزواج يساعد في صقل الإنسان كون غير متزوج ليس أمرا سيئا لكن يجب أن تفهم كأعذب كيف يجب أن يكون الزواج وعندما يسوق الأمر جدا ويزيد تشوه الزواج ويزيد فساد الزواج نعم الجميع قد فقدوا إطار مرجعهم ونريد أن نخاطب المخطوبين أيضا لأننا نريد أن نمكنهم من وزن بعض الأمور مبكرا بدلا أن يواجهوا صدمة الرؤية التي واجهناها في بداية زواجنا كما نريد أن نخاطب من يمرون بمواسم صعبة في زواجهم نعم خاصة أن قلوبنا تدمي من هذا الأمر ونأمل أن نصل إلى الكثير من الناس إلى الزجاجات التي على المحك أو من يسيرون في الاتجاه الخاطئ وسوف نشارك معكم بعض المواسم الضعيفة في حياتنا لأننا متزوجان منذ 32 عاما لذا فقد وقعنا في أخطاء كثيرة يمكنكم أن لا تقعوا فيها وهناك الكثير من الأمور التي قمنا بها بطريقة جيدة يمكنكم أن تقوموا بها أفضل منا نلاحظ ابننا أديسون وزوجته الجولي يقومون بهذه الأمور أفضل منا نريد أن نرجع بالزمن وكل من يريدون أن يسيروا زواجهم وأنا وجون من ضمن هؤلاء أقصد أننا لنتكلم معكم بصراحة هذه الدراسة أثرت علاقتنا بالفعل علاقتنا زواجنا جيد ولكننا لم ندرس الزواج من قبل بهذا العمق نعم لقد فعلنا أمورا صحيحة بالصدفة ولكننا وقعنا في أخطاء أيضا نريد أن نحسنها وهكذا الله لم يؤسس الزواج فقط ولكن لديه خطة له أيضا وهذه الخطة لم تتغير ولكنها دائما محل نقاش هل نتكلم عن ذلك؟ الله هو الذي أسس الزواج فكر فيه وأنشأه وكان ذلك قبل إنشاء الوزارات وقبل أي مؤسسة وقبل السقوط نعم قبل السقوط إنها أقدم مؤسسة على هذا الكوكب والله أنشأها وما أراه رائعا هو أن الله كان بعدما يخلق يقول إنه حسن ثم وجد الإنسان وحده فقال ليس جيدا ثم أوجد الله حلا والآن لقد نقشنا هذا الأمر معا إن أردنا أن نفهم تعريف الزواج وهو ما علينا أن نبدأ به يجب أن نذهب إلى يسوع يجب أن نذهب إلى كلمة الله لنعرف ماذا قال ففي متى الأساحة التسع عشر هذا رهيب خاصة في هذه الترجمة يقول وجاء بعض الفرسيين إلى يسوع يحاولون امتحانه فقالوا هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب لقد كانوا بالطبع يظنون أنه يجوز وكانوا دائما يحاولون أن يوقعوا يسوع في الخطأ قانونيا نعم قانونيا لم يكنوا حاذرين على زواجهم فأجابهم ألم تقرأوا في الكتاب أن الله منذ البداية خلق الناس ذكرا وأنثى ثم قال أتذكرون ذكرا وأنثى لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويتحد أنا أحب كلمة يتحد يتحد بزوجته فيصير الاثنان جسدا واحدا بهذا لا يكونان فيما بعد اثنين بل واحدا وكما تقول الترجمة الله خلق هذا الاتحاد من اثنين فلا أحد يقدر أن يشوه فنه بأن يفصلهما يا له من كلام أليس هذا رائعا لا يفصل أحد جمعهم الله يجب أن نتكلم عن هذه الأمور قبل أن نكمل يتحد تكلميني عن تجميع الله لرجل والمرأة ليكون متحدين نحاول أن يكون أكلنا صحي أكلا طبيعيا غير مصنع نحارب الأطعيم المعلبة هذا يعني أننا لا نحب ما هو صناعي نعم نحب الأشياء الأصلية الأشياء التي ذرعت في تربة فيها حياة فيها حياة شيء طبيعي مصنوع بيد الله وليس الإنسان يجعل أجسادنا تنمو بطريقة صحية وهناك وحدة يصنعها الله يقول الله أنا أواحد شخصين لكي ينموه أريد شخصين أنسجهما معا وستكون عملية نمو مستمرة ولن تكون وحدة جامدة ولن تكون وحدة جابرية سوف أربطهم معا روحيا ثم ما فعلته روحيا سوف يبدأ ينسج وينمو عدويا في جميع أنحاء حياتهم هذا قوي جدا هذا شيء إن الله واضح جدا هناك جنسين ذكر وأنسة زوج وزوجة رجل وامرأة وهذا لأن اختلافاتنا تجعلنا واحد المتشابهان لا يساوي واحد كوننا مختلفين يعطينا القدرة لنكون واحد الذكر والأنثى يحملان الصورة النقية نبدو مختلفين لأن وظائفنا مختلفة لكن اختلافاتنا هي ما يوحدنا لقد فقدنا فكرة الاحتفال بالاختلافات لدينا ثقافة تحاول أن تقول دعونا نجعل الرجال أكثر أنثوية والنساء أكثر ذكورة دعونا نجد حلا وسط إنهم لا يفهمون أن هناك واحدة عضوية تنتج عن وجود اثنين مختلفين ولهم قلب واحد وهدف واحد أحب عبارة لا يفصل أحد بينهما يقول فلا ينبغي أن يفصل أحد بين من جمعهم الله لذا زيجاتنا إن الله يعمل عملا فنيا كلوحة مايكل أنجل الرائعة لكن لوحة الله بالتأكيد أرواع يجمع الله بين شخصين بالزواج ويأخذ خطوط وألوان شخصية كل منهما ويجمعها ويصنع منها لوحة رائعة الجمال كيف يمكن لأحد أن ينزع خطوطها وألوانها ويفصلهم عن بعضهم البعض كيف يتجرأ أحد ويفصد عملا عمله الله بيده يفصل الخطوط والألوان نعم كيف يحدث هذا كما أن لوحة مايكل أنجل يمكن أن تتعرض للمشاكل بسبب تقلبات الجو وضوء الشمس تحتاجوا ترميم تحتاجوا إلى ترميم لذا يجب أن نحميها إذن لماذا لا نحمي لوحة الله حسنا أعتقد أنه موضوع يخص القلب لنسمع بقية كلام يسوع في متة 19 من 7 إلى 9 يقول الفرسيون لماذا إذن أمر موسى بأن تعطى الزوجة وثقة طلاق فتطلق رجال القانون فأجابهم يسوع سمح موسى بذلك بسبب قلوبكم القاسية صحيح إلا أن الأمر لم يكن كذلك في البداية في البداية كان لوحة فنية لا تنتهك ثم يقول أنا يسوع إله النعمة لذلك أقول لكم لحظة لحظة من يفعل هذا يرتكب الزنا يرتكب الزنا يرتكب الزنا بالطبع كل من يطلق زوجته إلا إذا زنت وتزوج بأخرى يرتكب الزنا حين أرى لذلك لماذا قال يسوع هذا القانون أعتقد أن السبب هو أنه عرف أن قساوة قلوبهم لن تكون مشكلة فيما بعد الوضع سيتغير سوف يعطيهم قلوبا جديدة سوف يأخذ قلوبهم الحجرية للتبحث عن إعظار للطلاق ويعطيهم قلوبا لحمية تبحث عن أسباب للحب لكن هذا لم يزعج الفرسيين في حسب بل أزعج تلاميذ يسوع أيضا التلاميذ لقد أغضبهم هذا هذا مذهل أنا لم أنتبه لهذا الأمر إلى أن درسنا هذا معا لقد بدأ الأمر بتجربة الفرسيين له ومحاولتهم الإقاع به لكن الآن التلاميذ غاضبون قالوا ليسوع نريد أن نتحدث عن فرود يجب أن نتحدث خافوا قال التلاميذ إن كان هذا هو الحال بين الزوج وزوجته لقد علقنا هذا هو توجه قلب الحجر من لديهم مشاكل في زواجهم لقد علقنا فبدلا من أن يروا إمكانية الخروج من المأزق القدرة على الحل يصبح توجههم لقد علقنا وهذا توجه سيء نعم بدلا من أن يبحثوا عن حل فيما بينهما يبحثون عن حل خارج الزواج أنا سعيد لأن يسوع لا يقول لقد علقت مع جون أنا سعيد لأنه دائما يبحث عن طريقة يرجعني بها إليه حين أبتعد عنه تصحك الحب أشكرك على أي حال إن كان الزواج هكذا فقد علقنا هذا كلام التلاميذ نظروا إليه وقالوا من الأفضل عدم الزواج لكن يسوع قال ما معناه ليس الجميع ناضجين بما يكفي ليعيش حياة الزواج رائع عندما رأيت هذا الكلام شعرت بروعته ليس الجميع ناضجين بما يكفي هل تريد أن تتزوج؟ تأكد من أنك ناضج في مسيرتك مع الله ويكمل يسوع كلامه إلا الذين يعطيهم الله القدرة على ذلك نحن نعذ عن النعمة كثيرا هذه الأيام صحيح؟ يقول يسوع الزواج ليس للجميع هناك رجال لا يستطيعون الزواج لأنهم ولدوا بلا قدرة على الزواج وهناك رجال لا يستطيعون الزواج لأن الناس أفقدوهم القدرة على الزواج وهناك رجال اختاروا أن لا يتزوجوا من أجل ملكوت السماوات من يستطيع قبول هذا التعليم فليقبله هذا أحب هذه الكلمات وأنا أيضا عندما نتزوج يجعل الزواج حياتنا تتسع الزواج لا يفترض به أن يكون خسارة لأي شخص عندما كنا نحضر أنا وجون للمحاضرة رأينا الكثير من الرسائل على فيسبوك من أناس يشعرون بالضياع حقا أزواج يشعرون بالضياع وزوجات يشعرون بالضياع يشعرون وكأن حياتهم ضيقة جدا وبلا أمل زوجات يقولنا أنا أصلي حتى لا تتزوج بناتي لأني لا أريدهن أن يعيشن ما عشته أنا ورجال يقولون لقد فعلت كل شيء ولكني أكره النساء كيف حدث هذا؟ كيف أصبح الزواج هكذا؟ حقا لقد شعرت بالمسؤولية تجاه هذا الأمر نحن مسؤولون نحن أبواق جسد المسيح وللأسف انتظرنا طويلا حتى أصدرنا دراسة عن الزواج كان فريق العمل يطلب مننا هذا دائما لسنوات طويلة لقد كنت أسمعك وأنت تقرأينا تلك التعليقات من فيسبوك وقلت آه يا رب لأن ثقل الجروح انتقل إلينا نعم كنا نبكي لكن تعرفون قصد الله بالزواج هو أن يجعلنا نتسع وعندما يصبح توجهك لقد وقعنا تفشل فإن سراج الجسد هو العين وسراج الجسد هو الطريقة التي ترى بها الأمور إن رأيت الزواج كأمر علقت فيه كفخ كأمر بلا أمل إذن هذا هو الاتجاه الذي أسير فيه لأنك دائما تسير في اتجاه رؤيتك الروحية لكن عندما تفهموا أن هذا الأمر مقدس وأن الله هو الذي جمعكما وأنه يريد أن نتسع ويجعلنا أكثر إثمارا تشعر فجأة بأن الزواج يستحق أن تحارب من أجله أعتقد أن الوضع الذي نحن فيه الآن هو أن الميديا تصور الزواج بصورة معينة مشاعر ورومانسية ومثل هذه الأمور بينما ما نراه هنا هو أمر أكبر من ذلك بكثير نحن نحارب لنكون أكثر إثمارا نعم وأيضا هناك من يرون أن الزواج هو عقد افعل ما أتوقعه منك فأبقى معك وإن خيابت أملي سأرحل لكن الله يرى أن الزواج هو عهد عهد وعندما بحثنا عن كلمة عهد وجدناها تعني أنا سأعطي كل كياني لك وكل ما لي هو لك وكل ما لك سيصبح الآن لي وبسبب هذا كل ما سنفعله سيتضاعف سيتسع سيتسع سيزيد لأن سيؤثر بسبب العهد أما العقد فهو في الواقع يعني وثيقة أو اتفاق على تحركات محددة معنى عقد هذه الحدود لا تتعديها إن تعديتها يكون لي الحق أن أتركك سأكون حرا من التزامي أمامك هذا هو العقد العهد لن أتركك أبدا والعقد يقول حياتي قدر حياتك معناه أن يصغر الحجم ويقل المحيط الدائرة وحين ننظر إلى صورة جزع الشجرة هذا ترى أن محيطه يتسع كل عام ويزداد عرضه ويكبر لذا نريد أن نرى زيجات مبنية على العهد وهي ليست للأسف أنا مسيحي وأنا متزوج فأنا الآن عالق لا أريد أن أفوت المرح أنا مضطرة أن أعيش مع هذا الرجل وأنا أكرهه هذا ليس ما يفترض أن يكون عليه الاتساع هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org هل كان سهلاً؟ لا حسنا لا لا وإذا سألتني ليزا نفس السؤال سأجيب بلا بالطبع يستحق العناء هل شعرنا من قبل أنهما من أمل؟ بالطبع نعم نعم كنت أريد أن أخرج لك عقداً وأقتلق نعم أفهم ذلك لكن لا لكن نحن هل أنت سعيدة الآن لأننا لازلنا معاً وملتزمان بذلك؟ نعم هذا أكيد وأنا أيضاً هذا أكيد وأنا متحمسة جداً للمستقبل نعم نريد أن نتكلم عن شكل هذا الاتساع نعم لذا سأقرأ من التكوين لأن إطار هذا كله هو قصة الزواج نريد أن نتحدث عن الهدف الله لديه هدف من الزواج والفكرة كانت فكرته في تكوين واحد سبعة وعشرين وثمانية وعشرين خلق الله الناس على صوراته على صوراته خلاقهم ذكراً وأنثى أريد أن أتوقف هنا هذا معناه أن الذكر والأنثى يحملين صورة الله لذا عندما تأتي ثقافتنا نعم ليس الذكر فقط ولا الأنثى فقط الذكر والأنثى لذا عندما تهاجم ثقافتنا الجنس فهي تهاجم صورة الله الهجوم على الزواج هو هجوم على طريقة الله في التعامل مع شعبه لكن الهجوم على الجنس هو هجوم على صورة الله إنعكاس الله على الأرض أريد أن أؤكد على أن هذا ينطبق على الذكر والأنثى لأن الأنثى خلقت على صورة الله بالضبط مثل الذكر نعم ثم يقول وباركهم الله بارك الاثنين الرجل والمرأة وباركهم الله فقال هذا تفويد لكل منهما اثمروا وتكاثروا املأوا الأرض واخضعوها سودوا على سمك البحر وطيور السماء كل ما يتحرك على الأرض ثم قال الله عدد 31 وراء الله إن كل ما خلقه حسن جدا في البداية يا جون الرجال والنساء كانوا أصدقاء وليسوا أعداء صحيح كانوا أصدقاء مقربين كانوا يعملون معا اعتمانهم الله على تفويد التكوين قال الله أريدكم أن تأخذوا هذه القصة التي أعطيتها لكم وأن تأخذوا هذه الجنة وتجعلوها مسمرة أريدكم أن تزيدوها وتضاعفوا ثمارها أريدكم أن تملأوا الأرض املأوا الأرض اخضعوا سودوا هل كان هناك حدودا هل قال أريدكم أن تأخذوا 16 ميلا مربعا فقط قال املأوا الأرض قال اثمروا لم يحدد طريقة الإثمار بل قال اثمروا وقال كل ما تفعلونه اكثروا ولا تقسموا اخضعوا أي أقيموا نظاما ثم قال سودوا كسرون لا يفهمون الفرق بين السيادة والسيطرة نعم صحيح وعندما يحدث سقوط ما يحدث هو معركة بين الجنسين وبدلا من السيادة تجدين السيطرة والتحكم تجدين رجالا يحاولون السيطرة على النساء ونساء يحاولون السيطرة على الرجال وبدلا من الإثمار يحدث جذوبة وبدلا من ماذا قال هنا الاكثار يحدث انقسام لدي 30 سببا يثبتون أن الزواج يجعل الناس والأطفال أفضل وهذه الإحصائية قامت بها مؤسسة حكومية إذن ما يحدث هو أننا ننقسم ولا نتكاثر العدو لا يريدنا أن نتكاثر لأن الله قال أريدكم أن تكثروا وهذا لا يعني فقط أن ننجب أطفالا دعوني أقول لكم عن خبرة أنا لم أكن سأكون حيث أنا اليوم ولم تكون ستقرؤون كتابا واحدا لجون بيفير لو لا ليزا بيفير وأكد لكم لم تكون ستقرؤون كتابا واحدا لجون بيفير ويلمس حياتكم ونفس الوضع بالنسبة لي كنت سأعيش صغيرة لم أكن سأكبر أبدا نعم لم أكن سأصبح الرجل الذي ترونه اليوم لو لا ليزا بيفير فعندما تنظرون للأمر بهذه الطريقة عندما تأتي الهجمات تدركون أنها جزء صغير من الصورة الكاملة الصورة الكاملة هي أننا سنكون مثمرين وسنكثر وسنسود وسننتج ثمارا عظيمة لملكوت السماوات وهذا ما لا يريده العدو لذلك عندما يهاجم العدو الزيجات خاصة الزيجات المسيحية يريد أن ينتصر ويريد أن يصنع عقما ومن المهم أن تفهم ذلك حتى ترى سببا يجعلك تحارب من أجل زواجك زواجك هذا مهم للغاية إنها ليست فكرتك أنت وهو ليس أن تنظر إلى فتاة وتقول ليس مجرد أقوى أو أن تنظر الفتاة إلى رجل وتقول إنه مثير أو ما شابه من ذلك هناك الكثير غير ذلك إنه أمر من الله ونسمة منه وأحب قول الله هذا ليس جيدا أن يكون الرجل وحده ليس جيدا لكنه قال حسن جدا عندما ارتبط الرجل والمرأة وتعرفين لقد أصبح جسدا واحدا يليزا وأنا بالفعل أريد أن أوضح الجسد الواحد لقد أصبح هذا حقيقة بالنسبة لي عندما كنا في بداية زواجنا كنت أتدرب من أجل الخدمة وكنت حرفيا أقضي ساعة ونصف يعيش ويتنفس وينام ويأكل خدمة خدمة نعم وكنت أصلي ساعة ونصف إلى ساعتين كل يوم ولاحظت أن ليزا كانت تصلي عشر دقائق في اليوم أثناء الاستحمام كنت أصلي في السيارة أيضا في السيارة حمامي ثلاثين دقيقة وشعرت بمسؤولية كقائد شاب للبيت عليه أن يأخذ قرارات صحيحة وأكثر من نصف قراراتي كانت خاطئة وكنا نرى نتيجة سيئة لتلك القرارات وذات يوم صليت وقلت لله معترضا يا رب أنا لا أفهم هذا أنا أصلي ساعة ونصف كل يوم أقضي كل هذا الوقت معك وليزا تصلي عشر دقائق في الحمام وخمس دقائق في السيارة وقراراتها صحيحة وحكيمة في معظم الوقت عمدي حسسية روحية نعم فأراني الرب شيئا قال لي يا بني احضر ورقة وقال ارسم دائرة فأحضرت الورقة وارسمت دائرة وقال لي أريدك أن تضع حروف X فيها فوضعت حروف X في كل مكان في الدائرة ظللت أضع حروف X املأها فملأتها بحروف X ثم قال لي ارسم خطا في منتصف الدائرة فرسمت خطا في منتصف الدائرة وقال هذا هو أنت وهذا النصف هو ليسا لم تعد قائما بذاتك أنت الآن واحد مع ليسا هذا أنت وقال أنت تتخذ القرارات كقائد وكرأس للبيت مؤسسة على خمسين قال الحروف تمثل معلومات التي تحتاجها مني لقرارات حكيمة قال أنت تتخذ قراراتك بخمسين بالماء فقط من المعلومات وقال لأن الخمسين بالماء مما أكشفه موجود في جانب ليسا وقال إن كنت تريد أن تكون زوجا حكيما هذا ما قاله لي تعلم أن تأخذ المعلومات من ليسا دون أن تتسلط عليها أو تخيفها خذ منها ما أضعه أنا في قلبها حتى يمكنكما معا أن تتخذ قرارا سليما وقد أوضح هذا لي كيف أننا جسد واحد وكم هو مهم بالنسبة لي أن أشارك ليسا في كل قراراتي أظن أن نساء كثيرات ورجال كثيرون لا يعرفون كيف يأخذون المعلومات من بعضين البعض نقول لبعضنا هذا قرار أحمق لماذا فعلت ذلك؟ فبدلا من أن نقنع بعضنا البعض وبدلا من أن نعطي المعلومات للآخر لم نكن نعرف كيف نفعل ذلك في البداية كنت أقول هذا قرار سيء جدا قد قلت لك ألا تفعل ذلك لماذا لم تسألني؟ أنا حكيمة ورائعة وكان يقول لا لأنه كان يشعر بالعار لأني صعبت عليه الأمور الذات الذكورية تظهر هنا وأريد أن أثبت أني ذكي وأثبت أني قائد جيد وهذا سخيف إذن بهذه الطريقة نفقد الكثير نحن الاثنين وهذا لا يعزز اتحادنا معا ولا السيادة بل يخلق التنافس نعم بالضبط والسيادة هي التي أمارس بها سلطتي وتأثيري بنيابتي عنك وأنت تمارس السلطة والتأثير بنيابتي عني السيطرة هي أن أمارس سلطتي لمصلحتي هذا هو الفرق والتحكم هو أن أمارس تأثيري لمصلحتي الشخصية ورؤيتنا معا هي أن الزواج ليس صراعا على السلطة إنه اتحاد القوة وهكذا يأخذ الله شخصين يريان الأمور بطريقة مختلفة ويستخدمهما ليكثران والله بالفعل يحاول أن يعيد كل شيء قد فقد لأنه في السقوط فقدنا علاقاتنا بالله ومعظم الناس يعظون كثيرا عن أن الله قد جاء ليطلب ويخلص الهالكين ولكن الكتاب يقول ليطلب ويخلص ما قد هلك وكثيرون في الكنائس لا يفهمون ما قد هلك أو فقد لقد فقدنا علاقتنا بالله لقد فقدنا علاقة الذكر بالأنثى وفقدنا علاقتنا كشعب بالعالم وفقدنا علاقة الأخ بأخيه والأخت بأختها لذا نحن نحتاج أن نكرز بالإنجيل لكل ما فقد وأؤمن أن المفتاح يبدأ في الزواج استعادة ما قد فقد يبدأ بشخصين لديهما قلب واحد هذا يعني أنه ينبغي أن يكون لدينا رؤية لزواجنا لذلك المحاضرة القادمة هي ابدأ وأنت تفكر في النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسناً ها نحن الحلقة الثانية وعنوان الحلقة من قصة الزواج هو أبدأ وأنت تفكر في النهاية أحب العنوان نريد من الجميع أن يبدأوا وهم ناظرون للنهاية لا نعرف ما قصة زواجك حتى الآن لكننا نعرف أنك يمكنك أن تكتب نهاية جديدة نريدك أن ترى كيف سينتهي الأمر كيف سيبدو الأمر في النهاية لأن النهاية السعيدة يتكلم الناس عن الروايات والأفلام نريدها أن تنتهي بزواج العروسين ثم حياة مديدة سعيدة نرهم يقولون ثم عاشوا في سعيدة كيف؟ كيف فعلوها؟ توقف أعد الشريط فنحن نريد أن نعرف كيف تم هذا الأمر اخبرنا كيف؟ فالأفلام لا تنتلك إجابة بالطبع لا يمتلكونها نريد أن نرى كيف يحدث هذا الحياة السعيدة لا تحدث من ذاتها إن كنا نريد ذلك فعلينا أن نعرف كيف مثلا حين أسافر أنا وأنت أيضا تسافرين كثيرا حين أسافر أحب أن أستخدم جوجل للخرائط فأضع فيه العنوان أحب الآيفون فأضع العنوان في التليفون ثم يقوم بإرشادي للمكان وما يدهشني أن العديد يتزوجون بدون جهة يقصدونها حسنا نحن نخطط لكل شيء لكننا لا نخطط إلى أين سيذهب الزواج وهذا هو ما نريد أن نتكلم عنه السبب الرئيسي الذي قطع الله عهدا مع إبراهيم وسبب قطعه عهدا معنى أن له هدفا منه نعم كثيرا ما أسأل لماذا اختار الله إبراهيم للعهد فيجيبون لأنه أبو الإيمان لا بل قد قال الله أنه اختار إبراهيم لسبب واحد سبب واحد وهو أنه كان يعرف أن إبراهيم سيعلم نسله التكوين 18-19 لهذا يبحث الله عن أناس يفهمون أن العهد الذي بدأوه لا ينتهي بهم فالله يقول أريد أناسا يفهمون أن عهدي معهم لا ينتهي بل سيمتد هذا العهد إلى ألف جيل كلمة العهد وردت 280 مرة في العهد القديم وثلاثين مرة في العهد الجديد وكلمة العهد القديم والجديد هي هي كلمة عهد فالله يقطع عهدا مع شخص فنجد أن هذا العهد يمتد إلى آلاف الأجيال لأنه لما علم إبراهيم أولاده تباركت كل الأمة ويجب أن نعلم أن ما يحدث بين شخصين وهم وحدهما له تأثير على الأولاد وله تأثير على الناس وله تأثير على الأمة نريد أن نؤكد أنك إن اعتقدت أنك أنت محور الزواج أريد أن أعيش سعيداً لا أريد أن أتغير لن يكون زواجاً ناجحاً عليك أن تدرك أن زواجك سيؤثر على من تتعامل معهم ومن يأتون من ناس لك إذن فالقصة أكبر من مجرد حياة زوجين بل تتعلق بالتأثير الذي سيتحقق التضاعف للتأثير الذي لكم كزوجين سيكون أكبر مما لكل واحد بمفرده فمهمتنا هي أن نحسن من زواجنا أعلم أني أتحدث للعديد من الأزواج وزواجكما البعض لا يرغب إلا ببعض التحسن ربما تكون الآن في إجازة أو أرسلتك كنيستك ولا تريد سوى أن تنجو بزواجك نعلم أنه من الأفضل أن تحاول أن تنجو بدلاً من أن تدنس عهود الله حسناً لكن هذا لا يكفي لا تكتفي بمجرد البحث عن النجاة لن تتمتع باتساع الزواج إن أردت النجاة فقط تخطى هذا أنا أشكرك أنك تريد أن تنجح زواجك لكننا خدعناك نعم خدعناك فعلاً نريدك أن تخرج من هنا ولديك رؤية كبرى لزواجك أحب ما أخرجته من تعليم كنيسة ويستمينستر مكتوب في كتاب تعليم ويستمينستر هدف الإنسان النهائي هو تمجيد الله والتمتع به للأبد إذن فما هو هدف الله من الزواج؟ تكلمنا قبلاً من ملاخي وقلنا إن الروح يسكن التفاصيل لكن دعنا نرى ما يريده الله من الزواج مكتوب هنا أنه يكلم أبناء الله لذا ينبغي أن تكون حاذراً ولا تغدر بالمرأة التي تزوجتها ثم يقول أنا أبغض الطلاق يقول إله إسرائيل هذا كلام عميق وأريد من الكل أن يفهمني فهذا كلام قوي ويحتاج إلى الانتباه أنا أبغض العنف توقفي هنا أبغض العنف أي تفكيك الأسرة لذا فاحذره احذر حسناً لنتخيل تمثال داود لمايكل أنجلو تفكيك التمثال أتتخيلين شخصاً يأتي ليفكيك التمثال باستخدام الفأس وهذا حتى لا يقارن بما نفعله نحن من تفكيك لفن الله لقد قال إحذره لم يقول إحذر الآخر بل إحذر من نفسك كلام قوي قال الرب هنا إحذره لا تغدر عندما نسمع هذا قد نفكر في الزنا وما شابه لكن الله يقول لا تغدر بما يريده الله هناك أمور نستمر فيها دون أن ندعها تغيرنا إن الله يطلب مننا أن نقوم بما هو صعب ليس الأمر مجرد ملء الأرض لا يريد الله أطفالاً ليملأوا الأرض لا يريد المزيد من الترنيم إنه لا يبحث عن هذا ليس هذا فقط صحيح؟ بالطبع هو يحب أن نكثر في الأرض لكن الله يبارك أيضاً زيجات بلا أطفال فما يحدث في الزواج هو أننا نصبح أولاد الله نأخذ أكثر من طبيعة الله صورة يسوع المسيح نعم وهذا هو هدف الله من الزواج أن نكون أولاد الله أنا لم أكن أفهم الأمر حتى توغلنا في كلمة الله فالزواج هو تعبير عن علاقة يسوع بالكنيسة فهو العريس ونحن العروس حسناً لذا يقول بولوس إنه سر وفي هذا السر هناك أيضاً سر أن نكون واحداً كزوج وزوجة هذه هي النهاية السعيدة عند يسوع النهاية السعيدة عند يسوع هي أفاسوس خمسة سبعة وعشرين وذلك لكي يأخذها لنفسه عروساً متألقة حين يقول متألقة فهو يتكلم عن العظمة الجمال المجيدة كنيسة مجيدة بلا شائبة أو تجعض أو أي عيب آخر فهو يبتغيها نقية وبلا لوم هذا هو الهدف من زواجه بنا نحن عروسه وكيف يحقق هذه المهمة أجاب عن هذا في الآية السابقة فقال كما أحب المسيح كنيسته وبذل نفسه من أجلها لكي يقدسها بعد أن طهرها بغسلها بالماء بالكلمة فكيف يمجدنا بأن يقول كلمته عننا أن يكون الكلمة فينا وهذا ينعكس فينا كزوج وزوجة فقد قال بولوس في أفاسوس 4-15 نتكلم بالحق في المحبة وننمو لنكون مثل المسيح في كل شيء فالمسيح هو الرأس فبولوس يقول إننا حين نتكلم بالحق في المحبة ننمو فنكون أبناء الله لاحظ أنه لم يقل التكلم بالحق بل الحق في المحبة ولم يقل فقط المحبة لأن لدينا طرفين في الزواج هناك أناس يستخدمون الكلمة للانتقام من الآخر وهناك أناس يكبتون الإحباط ويكبتون الإهانة ويقدمون محبة ظاهرية كلاهما خطأ إن أردنا أن نكون كيسوع ونتكلم بالحق في المحبة فحين تضايقني ليسا فمن الخطأ أن أسكت ما يجب فعله هو أولا الغفران إن يسوع غفر للناس أولا كثيرون يقولون سأغفر له إن اعتذر لو كان يسوع انتذر حتى نعتذر ما كنا خلصنا فيسوع غفر لنا على الصليب وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يجب أن أعلم ما أفعله فإن جرحتك يجب أن أعرف بهذا يجب أن أغفر أولا لا أفضل أن أذهب لها وأتكلم بالحق في المحبة بل سأتكلم في الانتقام وهنا يصبح هذا سلاحا مدمرا حسنا دعوني أقولها لكم هكذا جون بيفير منذ ثلاثين سنة كان أنانيا جون بيفير منذ ثلاثين سنة لم يرى غير نفسه لكن بعد الزواج وليس تكلمني بالحق طول الوقت في المحبة تكلمني بالحق في المحبة كان الحق أكثر من المحبة لكن نعم ماذا قلت بل تكلمت بالحق ولكن ليس في المحبة لسنين كثيرة بل كنت تتكلمين بالحق في المحبة كثيرا لكن هذا فتح عيني لأرى حقيقتي وأقول يا رب حررني من هذا الشيء لأننا حين ندخل في الزواج نكون كالخام الخارج من المناجم أتعلمون أنهم حين يستخرجون الذهب من الأرض لا يكون نقيا كهذا الذي نرتديه هنا بل به كثير من الشوائب أتعلمون ما عمل الفرن يجعل الفرن الشوائب تظهر على السطح أتعلمون ما عمل الزواج يجعل الشوائب تظهر على السطح ذات مرة قلت للرب من أين يأتي كل هذا ما الذي أربطه ما الذي أطرده من حياتي فقال لي لا يمكنك أن تطرد جسدك هذا ما قاله لي هذا لا ينفع فقلت للرب اشرح لي هذا لأني غاضب منليسة فقال الرب انظر إلى خاتمك فهو من الذهب الخالص ماذا يحدث إن وضعته في الفرن في درجة عالية وأعلم هذا الأمر جيدا ثم قال ماذا سيحدث قلت سينصهر ثم قال وماذا بعد ذلك قلت ستطفو الشوائب على السطح النحاس والزينك والنيكل فقال ستظهر الشوائب قلت نعم ستظهر هل كانت هناك قبلا قلت نعم حقا فقال لم تكن تراها لكن الحرارة أظهرتها لكني كنت أنا أراها وما حدث حين تزوجت أني دخلت الفرن قال بولوس من يتزوج سيعاني في الجسد أهلا مرحبا في الفرن لكن هذا للخير فهكذا نكون مشابهين لله هذا أمر جيد ونحن نريده أريد أن أتغير يسورة يسوع أريد هذا الأمر أكثر من أن أكون صائبا أو أكون متكبرا أو أكون أنانيا بل وأكثر من أن أكون سعيدا هناك أمر علينا فهمه هناك شركة ألام وأحيانا من مر بأوقات مؤلمة لكنها تعدك لأوقات القوة قال بوليس عن يسوع هذا الأمر في العبرانيين 12 ويسوع هو كاتب كل قصة زواجنا هذه هي وصفة الفرن فشاركينا بها بالضبط العبرانيين 12 عدد 2 و 3 لنثبت عيوننا على يسوع وليس على الآخر على يسوع على يسوع ولا حتى على نفسك لنثبت عيوننا على يسوع قائد إيماننا ومكمله لحظة لحظة قلت قائد ومكمل حسنا ليس فقط قائد لم يبدأ فقط لأن كثيرين نهاية لنبدأ ونحن وضعين النهاية في أذهاننا سنكمل حسنا تفضلي فمن أجل الفرح الذي كان في انتظاره احتمل الصليب مستهينا بالعار هذه قوة الرؤية عليك أن تعرف إلى أين ستذهب فقد أنهى يسوع مع الله وتحمل أي شيء أمامه الصليب العار وقد أخذ الآن مكانه عن يمين عرش الله فحين تجد نفسك في صراع إيمان ارجع لتلك القصة ثانية بكل فصولها مكتوب إنه تحمل العداوة الشديدة وهكذا يتضفق الأدرينالين في حياتكم حسنا ها هو الأمر هل شعرت يوما بصراع إيمان عن زواجنا بالتأكيد يسوع يسوع هل احتجت أدرينالين احتجت قهوة يسوع يسوع كان يتبع ما يفعله الله دائما وما يميز إلهنا بشدة عن الألهة الذائفة الأخرى أن الله ينهي الأمر ثم يبدأه فيسوع يسوع رأى الفرح الموضوع أمامه لقد رآنا حين ذهب للصليب لم يرى الصليب بل نظر من خلاله ورآنا هناك لم يرانا خطاطا لا نفع فيهم وإلا كان سينزل ويطلب من الملائكة أن يخرجوه لا يستحقون العناء بل رأى المنتج الأخير رآنا عذراء نقية طاهرة وستقدم له في الفرح العظيم وعلينا أن نفهم إن أردنا أن نكون أبناءه فيجب أن نعمل كيسوع ونعمل كالآب وهذا هو المكتوب في إشعياء السادس والأربعين يقول أنا الله ولا أحد يشبهني أعلن النهاية من البداية وهذا ما نعمله نحن نعلن النهاية من البداية وأغلب الناس يقولون هذا شيء جميل ثم يصدمون حين لا يبدو الأمر كما كان في البداية لكن هذا لأنهم يتقدمون للنهاية إذن فالله هو مخطط مهمات المهمة فالمهمة هي ما تحركه ويخطط لها إذن لديه مهمة ويخطط الكيفية الوصول لها إذن أهم ما نقدمه في قصة حبنا هو كيف ننهيها وليست البداية لكن أغلب الناس أهم ما يرونه في قصة حبهم هو كيف تبدأ وليست كيف تنتهي كيف تقبلوا البداية تحبني حباً أكبر من يوم تزوجنا وهدف الثاني هو أن أكون أحبها أكثر من يوم تزوجنا هذا هو هدف القوي وسأتحمل أي شيء يقف في طريقي للحفاظ على هدفنا هناك أهداف في الخدمة لجماهير الناس التي يريدنا الله أن نخدمها كزوجين وهو هدف جميل لكن الهدف الأول أني لا أريد أن ألمس حياة الملايين بالكتب والخدمات والسفر فأجد لي ستقول حمداً لله أني أنهيت زواجي لقد انتهى لا أريد أن أراه ثانية يا رب أعطيه قصراً في الناحية الأخرى من السماء مر علي وقت قلت فيه هذا قلت يا رب سأبقى معه على الأرض بشرط أن تعطينا في السماء أماكن متباعدة أريد أن أنام هذا هدف لي أريدها أن تقول يا رب أري قصراً سوياً وسأعطيها غرفتها حين أصدر أصواتاً لن تفعل ذلك في السماء لن أفعل هذا في السماء سيفتديني الله صحيح هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهك تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org إذن فالمهمة هي التي تحرك الله وهو يخطط لها كيف نحكم على السباق؟ كيف بدأوا السباق أم كيف أنهوه؟ كم مرة بدأ سباق خيل والحصان الذي كان يجري في مرتبة متوسطة كسب السباق بفارق كبير من الذي يتكلمون عنه الحصان الذي كسب السباق؟ لن يتكلم أحد عن الحصان الذي كان في المنتصف أو الثاني أو الثالث وهذا يعطي أملا حتى لو بدأت بداية سيئة لازال بإمكانك أن تنهي نهاية رائعة ماذا يحدث لمن لا يشتركون في التأمينات ليكون لهم معاشا؟ يدمرون في النهاية رأينا أمثلة لهذا وناسا يفتقرون في نهاية حياتهم لأنهم لم يخططوا ماذا عن بناء بيت؟ هل تعرفون أنهم حاولوا بناء شيء في بوبلو بدون تخطيط وكان الأمر كارثيا؟ أو إن أردت أن تبدأ مشروعا كل رجال الأعمال الناجحين يعرفون أنه يجب أن يكون لديك خطة عمل قبل أن تبدأ هذا العمل قال يسوع أحسب النفق قبل أن تبدأ البناء وإلا لم تقدر أن تكمل لأن الأمر سيصبح صعبا هذا ما يجب أن نفعله في الزواج والكثير من الزيجات تفشل بسبب التوقعات غير الواقعية وغياب الرؤية والتغطيط وعدم الالتزام بالخطة والرؤية بالطبع وأنا أريد أن أكرر لا يهم كيف كان مضيك لا يهم ما قد أحضرته معك إلى الطاولة لا يهم يمكنك أن تغير ذلك بالكامل وأنا وجون لم نقم بذلك على أكمل وجه لكن يمكنني أن أقول أننا قمنا به بشكل جيد بمعنى أن زواجنا زواج صحي ليس كاملا ويمكنك أن تحظى بزواج جيد حتى إن لم يكن كاملا لا يقول لا أقبل سوى العمل الكامل وهذا يعني يمكن أن يكون عملا صحي عملا جيدا وفي النهاية تنتعش حياة آخرين بسبب حياتنا عندما تزواجنا أنا وجون كنا فقراء جدا وكنا نذهب إلى المطعم الصيني معا ونطلب طبقا واحدا من دجاج الموشي وفطائر وصلصة قطباق جانبية وكان كل منا يأخذ فطيرتين ويدهنهما بالصلصة ونغمر الأرز ثم نأكل هذا الطعام ونحلم كنا نحلم كنا نتكلم عن كيف ستكون حياتنا حين ننجب أطفالا كان عمر زواجنا سنة وأقل على ما أظن نعم لأننا أتينا من حيث أسرة جون عاشوا جيدا لكن ليس كما كنا نريد نحن أن نعيش أسرتي لم تعيش عيش جيدا لذلك كنا نعرف أنني لم أحضر أي شيء إلى زواجنا كنا نعرف أننا نموزج لما لا يجب أن يفعله أحد عائلتك عاشت جيدا لكن كان هناك العديد من الأمور التي كانت غير ما نريده فكنا نكتب على المناديل الورقية مثلا في لحظة بدء الكلام تأتي أفكار كثيرة لن نعاقب أولادنا بمنعهم من الخروج سوف نعاقبهم بأن يعملوا كالعبيد ونكتب أو ما رأيك في المكافآت المالية لن ندفع لهم مكافآت مالية حين يفعلون ما يجب أن يفعلوه لندفع فقط حين نجعلهم يعملون عملا إضافيا فكرة رائعة ونكتبها أردنا أن يتحملوا مسؤولية بالضبط لأننا رأينا ما حدث مع إخوتنا أنا أكبر إخوتي كنت أعاقب بالضرب وكنت الوحيدة التي تعمل كانوا يدللون أخي كثيرا ولا يجعلونه يفعل شيئا وكنت أستغرب وأتضايق ثم أصبحت أقول لا الأطفال دائما يضربون لأن فعالية تأثير ذلك مختلفة تماما كنا نتحدث عن العائلة الفريدة التي كنا نريد أن نبنيها وكنا نحلم أيضا كنا نحلم بجرأة نريد أن يكون لدينا منزلا يحب الجميع أن يأتوا إليه نريد أن نخلق بيئة فيها يدعو أولادنا أصدقائهم لا يهم أن يكون فخما نريده أن يكون دفئا ومريحا للضيوف وتحدثنا عن وضع عائلتين المادي في نهاية حياتهما ولدي كنا يملكان الكثير من المال ومعه الكثير من الزنا والكثير من السكر والكثير من الطلاق أيضا فانتهى بهم الحال بلا شيء ولديه كنا يملكان مالا أقل وكنا يدخيران المال وقد فهما مبدأ الإدخار من أجل أولادهم كان يعيشان في مستوى أقل من مستوى إرادهم ولم يحتج والدي أبدا وكان يوفر لنا كل ما نحتاجه وهكذا بدأنا نتحدث عن هذا الأمر تحدثنا عن مالياتنا ووضعنا بعض الخطط واتخذنا قرارا بأن لا يكون علينا ديون على بطاقة الاعتمال ربما يبدو هذا جنونا لكننا قلنا إن لم يعطينا الله أمرا لن نأخذه سوف نعيش بالمال النقدي قلنا سنعامل البطاقة كدفتر الشيكات لم نقدر أن نقصر على بطاقة الثمين وقدها بمعنى أننا ندفعها في آخر الشهر اتخذنا قرارا سندفعها في آخر الشهر وهذه هي الأمور التي بدأنا نؤسسها كمديرين حتى نصل إلى مبتغانة فأنا لم أرد أن يساعدني أولادي عندما نكبر في السن حدث هذا مع شخص من أهلنا كنا نساعده ونحن سعداء بذلك لكني لا أريد أبدا أن يحدث هذا لأي من أولادي لا أريد أن يعتني أولادنا بنا أريد أن يرعان الله لكن اكتشفت أن الله يعطي الناس المال وهم يبذرونه فهم لا يدركون معنى التخطيط وقد أدركنا أن الأمر يجب أن يتخطى أولادنا ويشمل أحفادنا أيضا فحين يقول في سفر الأمثال الأصحاح الثالث عشر والعدد الثاني والعشرون الرجل الصالح الرجل الطقي يترك مراثا لأحفاده هذا يجعلني أدرك أننا لا يمكن أن نقص حياتنا بأولادنا فقط يجب أن تروا كيف ينعكس الأمر على الأحفاد أطفال إن لم تربي أولادك جيدا لن يربوا أولادهم جيدا لذا أحيانا لا تظهر النتيجة في الجيل الأول بل تظهر في الجيل التالي لذا تكلمنا عن رغبتنا في ترك مراث لأحفادنا نعم وأردنا أن نكون في النهاية أصدقاء مقربين أردنا أن ننتهي كأفضل صديقين بالضبط لك غراباء لأننا رأينا الكثير من الناس حين غادر أولادهم المنزل قال كل منهم للآخر من أنت؟ لأن حياتهم كانت كلها تدور حول تربية أولادهم لذا أردنا أن نعمل على حرصنا على كون زواجنا أولوية حتى لو بدت المواسم مختلفة أردنا أن تكون رغبتنا هي أن نقضي وقتا معا في النهاية أردنا أن نكتشف ما يمكن أن تنتجه وحدتنا من ثمار في حياة الآخرين حين كنا في ذلك المطعم نكتب الأفكار اسمعوا ما يقوله الكتاب في ملاخي 3.16 في ذلك الوقت تحدث الذين يخافون الله فيما بينهم لم يقل تحدثوا معه بل فيما بينهم وأصغى الله لهم وكتب سفر تذكرة أمامه لأسماء الذين يهبون الله ويكرمون اسمه لذا ها نحن في ذلك المطعم الصيني نكتب الأفكار وكتبنا أشياء فيما بعد في شقتنا ما كان يحدث لم ندرك ذلك إلا بعد وقت كان الله يستمع إلى حديثنا ويكتب كتابا وهو لا يقول فقط اكتب الرؤية في حبقوق يقول اكتب الرؤية صحيح قبل أن تخطط للمشروع اكتب الرؤية لكن الله يقول بينما أنت تتكلم أنا أكتب كتابا قال سوف أتذكر هذا الحديث سأتذكر حين يبدو الوضع مختلفا هناك أشياء في حياتنا اليوم كتبها الله ولم نكن قد كتبناها ورأيناها تحدث لأن الله كتبها عنده نعم وهناك منافع نستمتع بها منافع العهد منه بركات منه لم نكتبها على ورق لكننا نستمتع بها اليوم نعم إن كنتم لم تفعلوا ذلك لأنكم شعرتم أن كل شيء يسير على ما يرام وأحبابتم الموسم أتحديكم أن تكتبوا وثيقة حية حقيقية أساسية ويمكن تغييرها ليس كذلك؟ يجب أن يكون فيها أمورا لا نقاش فيها نعم يجب أن تحتوي على نحن ملتزمان تجاه بعضنا وملزمان بنموه بعضنا وبالخطة بالضبط أي أن كانت الالتزامات سنكون مخلصين سنعبد الله معا سيكون هناك أمورا لا نقاش فيها لن تتغير لكن يمكن إضافة إليها باستمرار يجب أن تضيفوا الأمور التي يضعها الله على قلوبكم لأن هناك أمرا يحرك الإيمان حين تكونوا محددين في كلامكم مع الله ثم يستجيب تشعرون بروعة الأمر وتتشجعون لتكتبوا المزيد فتشعرون بالحماس الشديد كنا نريد أن يكون لدينا تقييما لكل خطوة في علاقتنا كيف سنتعامل مع بعضنا البعض كيف سنتعامل مع أولادنا كيف سنتعامل مع عالمنا كيف سنتعامل مع المال هذه كلها أمور لا يمكنكم أن تتركوها تحدث بالصدر كيف سنتواصل بالضبط كل شخص يحتاج مكانا ليحلم فيه نعم مكاننا كان المطعم الصيني والآن كرسيان في حجرتنا نجلس عليهما فيمنع الشجار ننظر إلى بعضنا ونكون لطيفان يحضر الشجار هناك ثم نحلم بأشياء إن كنتم تحبون تخيل الشكل قصوا صورا من مجلات صوروا اكتبوا واجعلوا حياتكم تدور حول حلمكم لأن الله يحاول أن يبني شيئا كبيرا في داخلكم لذلك يجب أن تحلموا لكن اسمحوا لي ربما هناك أزواج هنا توجد قمامة كثيرة على سطح السفينة لذا أول شيء تفعلونه في تنفيذ خطة حلمكم أن تنظفوا السفينة وهذا عنوان الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم سنفتح معا ما معنى؟ ما معنى؟ أحب هذا المعنى معناه أن تستعد لحادثة أو هدف معين كما كنا نتكلم سابقا عن طريق التعامل مع أي شيء قد يعوق التقدم إذن ما نتكلم عنه هو العوائق التي تمنعنا من إكمال المهمة المطلوبة في زواجنا وبالأخص الأمور التي جئنا بها إلى الزواج أو التي بدأت بعد زواجنا وهي الآن تمنعنا من الاتساع وسنكون صريحين وسنعرض أنفسنا للهجوم إنه مبدأ المحاولة والخطأ السنوات الأربعة الأولى من زواجنا كانت كالمسرع الحرة عندما لا يكون لديك أطفال يراقبون تصرفاتك ستجد نفسك تتصرف تصرفات حمقاء جدا لقد كنا نتشاجر خاصة لأنه لم يكن لدينا نموذجا تقيا نحتذي به لأن كلانا من عائلات لم تكن ولديك لم يتشاجر ورداية شجرة أبي نادرا ما كانت تكلم نعم كان من الصعب أن تشعر بوجوده حسنا أذكر أول مرتين اختلفنا فيهما لم نكن نعلم ماذا نفعل لأننا لم نكن نصغي جيدا في جلسات مشورة مقبل الزواج حين قالوا عندما تختلفان لن نتشاجر قلنا لا لا نحن نحب بعدنا لقد جمعنا يسوع أن يضى الله على حياتنا سيكون زواجنا مثاليا قلنا هذا الكلام لمن ليس لديهم ارتباطا إلهيا هم بحاجة للمشورة وليس نحن على أي حال حين تشجرنا أول شجارين كانا شديدين جدا أذكر حين دار بيننا ذلك الحوار قال جون اجلسي اجلسي حالا لكن أنا لا أحب أن يملع علي ما أفعله بهذه الطريقة ثم قال يجب أن تجلسي وليجعلني أجلس دفعني على السرير فنزل جزء مني على السرير وجزء في الهواء فوقعت على الأرض ثم قمت بالمسباح الأرضي في يدي التقاط المسباح الأردي كانت على وجه نظرة الرعب نعم ثم نظر إلي وسألني ما ستفعلين بهذا فأجبت لا أعرف لما أمسكته أذكر فقط أني قلت له هل كان هذا هو الوضع حين وجدت أطباقا تطير نحو رأسي لا 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 ثم وضعناه على الأرض وأتذكر أني خرجت للغذاء بعدها وكنت مرعوبة جدا كيف هذا لقد رفعت مسباحا أرضيا على زوجي فقلت لقد جننت حقا ثم خرجت لأتغدى مع صديقة أنيت وقلت لها أنيت هل اختلفت في الرأي مع رون من قبل وفجأة وجدت مسباح أرضي في يدك فنظرت إليه وقالت لا فقلت لها ولا أنا وأذكر أنه لم يكن لنا مكانا نذهب إليه لم يكن لنا أحد نذهب إليه وأذكر أن الأمر تساعد جدا جدا كانت إرادتنا قوية وتساعد الأمر أقصد كنا نتشاجر باليد وأذكر أننا كنا نتشاجر باليد في أول سنتين وأذكر مرة ضربتني فضربتها لقد قمت بدربها وأصبت بالذعر أدركت ما أفعله وقد مر ثمانية وعشرون عاما على هذا الحدث ولم يتكرر طوال هذه المدة أبدا لكن يجب أن أقول هذا هناك سيدات يضرب أخجل من هذا لكن إياك أن تضرب زوجتك لأي سبب مهما فعلت حتى لو ضربتك بمصباح لا تضرب زوجتك إنها الإناء الأضعف ويريدك الله أن تعطيها كرامة وهكذا عشنا أول سنتين من الزواج في فوضة وقد أخذت أخذت على نفسي عهدا أخذت على نفسي هذا العهد إذا ضربني زوجي سوف أنهي علاقتنا إذن مر عامان على زواجنا وفجأة وجدت نفسي أواجه قرارا سيغير حياتي لأني قلت إذا ضربني سأتركه وأذكر ما فعلته لقد قرأت كتاب Love Must Be Tough وقررت سيتصاعد الأمر ويتأزم وحين رجع عجوم من العمل وجد باب البيت مغلقا من الداخل فنادى وقال لقد رجعت يا ليزا فنظرت من الشباك العلوي وقلت أعرف ذلك لكن لا أعرف أين ستنام لكن ليس هنا لن تعاملني بهذه الطريقة وأذكر أنه قال لي لا أنت جادة فقلت جادة جدا فذهب عند أحد أصدقائنا ثم صليت وقلت يا رب لدي بعض الأفكار لك لابد أن تعطي جون حلما سيئا لابد أن تكلمه وتقول له كم كان سيئا معه لكن لا أريدك أن تقتله لأني لا أملك تأمينا كفان على حياته لكن لابد أن تلفت انتباهه ومهما أكثرت الصلاة من أجل جون كان الله يكلمني عن نفسي ظل يقول ليزا أنت تريدين محاسبة جون لأنه حين كنا نتشاجر لم نكن نتشاجر فعلا على شيء واحد كنا نتشاجر على شيء بالإضافة إلى عامين من الخلافات المتراكمة فلم أكن عادلة معه كنت ألقي بكل شيء عليه حتى لا يشعر أبدا أنه يمكنه أن يخرج من تحت حمل أخطائه وكنت أفعل هذا لأني تربيت في بيت مليء بالإساءات العطفية والبدنية وكنت أخشى من أنني إذا سامحته بالدين الذي عليه سأشعر بعدم الأمان وبينما كنت في البيت قلت ماذا ستقول لجون لماذا يجب علي دائما أن أتغير أتمنى أن تخبر جون أن يفعل شيئا لأنه رغم أني كنت أريد أن أتغير في الواقع كانت المظاهر تهمني أكثر سيرجع إلى البيت وسيغير ثيابه حتى نذهب إلى كنيسة معا ونظهر كزوجين مثاليين صباح الأحد لكن بينما طرقت الله يغير قلبي بدأ يغير قلب جون ورجع إلى البيت لإمراء جديدة ورجل جديد جديد تماما جاء إلى البيت أعرف أن الناس يقولون بعض الأمور مثال إذا خنني زوجي فلن أسامحه أبدا إذا فعلت زوجتي كذا فلن يجب أن لا تقول مثل هذه الأمور أبدا يجب أن تترك الحب يأخذ مجراه لا أعرف ما هي الحكمة التي خرجت بها بسبب الخوف لكن يجب أن تمحوها أول أربع سنوات شجار ثم في الخمس سنوات التالية كنا في انكسار عشنا في النتائج إذن الشجار بدون بناء يجعلكم محطان بشبابيك محطامة بالنسبة لي وأيضا ثلاجة تالفة لكن لدينا أشياء تذكرنا بأربع سنوات من الألم ولخمس سنوات ثم بدأنا نقوم ونبني نريدك أن تنظف سطح السفينة يبدو الأمر وكأنه مر عليه قرون وأنا أتسم الآن لأني أدرك ما أحضرنا الله نعم نحن نتذكر الأمور صعوبة إرادتنا قوية لذلك كان كسرنا صعبا إذا وجدت حصانا عنيدا وقوي الإرادة ربما يصبح أعظم حصان لديك هذا إذا كسر لذا نرجو أن تفهموا أننا كنا في فوضى وهذه المرة هي أول مرة أقول علنا هذا الكلام الذي قلناه وأنا أقوله لأن وضعنا كان ميؤوسا منه بالفعل حقا لكن أنا أنظر إلى حالة زواجنا الرائعة اليوم وأقول يا إلهي لذلك لا يهم ما تمر به ولا مدى سوء الحالة حاليا كل ما عليكم فعله هو أن تلتفت إلى الله وتسمح له بأن يتعامل معكم في بيت صديقي تعامل الله معي وحينها اتخذت قرارات بقيت معي سنوات طويلة وأنا لست فخورا بالأحداث التي حكيناها ولا أريد أن أتحدث عنها نعم نحن نبارغ من حقس وقلنا إنه إن كان هذا الكلام سيساعد الكثيرين منكم علينا أن نقوله لأنه شهادة عما يقدر الله أن يفعله وأنا أردد منذ ثمانية وعشرين عاما بالحقيقة قد أنقذني الله لذا أول شيء يجب أن ينظف سطح السفينة منه في الزواج هو الإساءة الإساءة ستمنعك من البناء وستمنعك من الاتساع وستزيد قائمة التذكرات نعم كلوسي 3.13 من الترجمة العربية المبسطة اسمع واحتملوا اسمع هذه الكلمات واحتملوا طبق هذا على شريك حياتك وأنت تسمع الآن واحتملوا أحدكم الآخر أريد أن أخبرك بأمر تعرفه وهو أن شريكك ليس كاملا ولا أنت لذا احتملوا أحدكم الآخر تعني اسمحوا لهم بأن يرتكبوا أخطاء ثم وسامحوا بعضكم بعضا يتضمن هذا بصفة خاصة شريك حياتك وهذا ليس اقتراحا فكما سامحكم الرب بسخاء سامحوا أحدكم الآخر ليس أعتقد أن الشخص الذي لا يقدر أن يغفر يكون قد نسي ما سامحه الله عليه حين تفكر في جزائنا العادل الذي نستحقه نحن نستحق أن نحترق في جهنم إلى الأبد هذا ما يفترض أن يحدث لنا حتى لو ظننت أنك صالح أو قال المجتمع أنك صالح أنت تستحق النار الأبدية في نظر الله هذا مدى إساءتك إلى الله لكن الله من قبل أن تقول أنا آسف مات بذل منك أريد أن أطبق هذا على زواجي أيضا في أول سنتين أذكر أني كنت أقول لك سأسامحك حين تتغير نعم والحقيقة أننا نغفر لا أقدر أحيانا لا أقدر لكي يتغير الآخر نحن نغفر حتى يستطيع الآخر أن يتغير فحين نغفر فهذا بمثابة إعلان آثق في أفضل ما لديك آثق أنك تريد أن تحب سأسامحك حتى تقدر أن تتغير بدلا من أن أؤجل الغفران إلى أن تتغير لا أقدر أن أتغير لأن يسوع قال من أمسكتم خطاياه أمسكت بمعنى آخر إن لم أغفر لي ليزا لن تتغير وإن لم تغفر لي لن أتغير بالطبع الله لا بل سنشعر بثقل نتغير لكن سنشعر بالثقل ستشعر بالثقل وهذا سيرجعك عندما بدأت تسامحيني شعرت فجأة أن الله بدأ تعامل معي بطريقة أسرع وهكذا أذكر أن الله أعطاني سيناريو لأن هذا لم يكن مني جعلني أقول أثق في رغباتك في التغيير هذا عن لي الكثير حين نقول لله يا رب لقد فعلت ذلك سانية يقول لنا أثق في إرادتك أن تتغيير وأسامحك لا يقول سيتكرر هذا الفعل بعد إسبوعين أنا أعرف لأني أعرف النهاية من البداية وأنت ستكرره بل فقط يقول أصدقك وأسامحك رائعا ويعدنا بمستقبل أفضل إذن الإساءة تجعلنا نغلق أرواحنا يقول بولوس لأهل كورينثوس افتحوا قلوبكم لنا صحيح؟ لأن كنيسة كورينثوس أغلقت قلبها فالإساءة تجعلنا نغلق قلوبنا فنصبح مثل البحر الميت يوجد بحر الجليل والبحر الميت بحر الجليل يستقبل ويعطي يستقبل ماء من الشمال بالقرب من قيصرية في لبي ويعطي ماء ناحية الجنوب البحر الميت يأخذ ولا يعطي فليس هناك حياة فيه فإن أردت تأسيس أسرة لا يمكن أن يعيش فيها أي شيء جيد عليك أن تغلق روحك هذا ما يصي به الكتاب المقدس حين تغفر تفتح روحك وهو لا يقصد سأفتح حين أعرف وأتأكد من أنك لن تكرر خطأك يقول يسوع استعد لأن تؤذى سبعين مرة سبع مرات وفي لوقة يقول في اليوم بمعنى أربعمائة وتسعين مرة في اليوم الواحد أي أن تخطئ إلي مرة كل ثلاث دقائق هذا إذا لم نانم أبدا لا أعرف أي شريك حياة يقدر أن يخطئ بهذا القدر ما يقصده يسوع إنك يجب أن تغفر مثل أبيك السماوي فهذا كان في بداية زواجنا لكن بعدها وجدنا أنفسنا في طريق مسدود واستمرينا في خلاف لمدة عام ونصف تقريبا وكان أولادنا يقولون لنا على طاولة العشاء لأن تبدأ الشجار مرة أخرى لأننا كنا نبدأ في التلميح بهذا ذات ليلة كنت في الخارج تصلي وكنت غضبا مني وأنا غضبك منك لا لا وماذا حدث؟ سأقولها بشكل أوضح كنت ثائرا وهائجا نعم لا أحب الوسط وأنت كنت ثائرة علي أحب العمل الكامل كان هذا في الموسم الذي بدأ فيه الوضع ميؤوسا منه فأغلقت فمي واندفعت خارجا من المنزل قلت الكثير قبل أن تغلقه نعم ثم اندفعت خارجا أذكر كنت أسير في الخارج وأصلي يا رب أنا غاضب منها وأنا لا أعرف ماذا أقول ولم أقدر أن أصلي كنت غاضبا ولن أنسى ما همس به الروح لن أنساه قال أريد أن تشكرني على شيء واحد في ليزة ميزة في ليزة فكرت ثم جاوبته قائلا إنها أم صالحة وعندما قلت أشكرك لأن ليزة أم صالحة عندها وقلت طاهية ماهرة بعدها قلت وطاهية ماهرة وقلت وشكرا لأنها تقول هذا لي ولأنها تلبسها كذا وشكرا وفجأة انفجرت نافورة شكر واستمريت في شكر الرب وكنت في الخارج وقلت لنفسي يا أحمق أنت شخص غبي إنها رائعة وأتذكر حين رجعت إلى البيت بعد ساعة إلى ربع قلت آسف جدا كنت غبيا يا ليزة أرجوك سامحيني أنت كذا وكذا 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 ورأيتك تنصهرين حرفيا أمام عيني كنت أظن أنك سوف تغضبين مني لأنها كنت أحب النزاعة كنت داخل حوض الاستحمام وقلت يا رب إذا أرجعته وقال إنه آسف سأفتح قلبي لقد كنت غضبة منه جدا والسخيف إنني نزعت خاتم الزواج لسنا مرتبطين يا زوجي كنت أقول له هذا فيقول لا أفهم هذا نعم وكنت أيضا كل يوم وأحاول أن ألفت نظره ليس هنا ليس هنا ثم ثم خبأته خبأت خاتم الزواج هذا صحيح لقد خبأته كان هذا سخيفا هذا أصل إيطالي من سقلية على أي حال لبست خاتم زواجي مرة أخرى ثم في ذلك الموسم أذكر أيضا كان جون يسافر كثيرا وفعليا وصلت لدرجة أني أحب سفره وهذا فضيع كنت أقول الحياة أسهل عندما يسافر وجوده هنا يثير جنوني بسبب شجارنا الكثير والضغط النفسي وكنت في حجراتي ذات مرة وقلت يا رب أنا فقط أريدك أن تقوم بتغيير جون تغييرا كاملا تغييرا شاملا هناك بعض الأمور التي تحدث منه لا تعجبني وأعرف أنها لا تعجبك أنت أيضا لأنني كنت أشعر أن الله في صفي وسمعته يقول لي قولي إني أكفيك فقلت انتظر لو إني قلت أنك تكفيني هل هذا يعني أن جون لن يتغير تقصد أن هذا الوضع لن يتغير أبدا وإن علي فقط أن أكتفي بك فقال أريد أن أسمعك تقولين إني أكفيكي وأتذكر أنه كلما حدث شيء يبدو كأنه محبطا لي كنت أقول يسوع أنت تكفيني يسوع أنت تكفيني يسوع أنت تكفيني بل ما يكفيه أيضا وأتذكر عندما رجع من الرحلة التالية كان الله قد عمل في حياته استقبلته في المطار في الماضي كنت أدع أي شخص آخر يستقبله لم أكن أحب أن أستقبله في المطار استقبلته في المطار وكان قد أحضر لي هدية وأذكر أن هذه كانت بداية جديدة مدهشة جدا وقد بدأت عندما قلت أن يسوع يكفي وأكثر وعندما قرر جون أن يشكر حين بدأ وكأنه يملك القليل جدا وكثيرون لا يفهمون أنه لا يشترط أن يمتلكوا كثير ليشكره أو يكونوا في وضع مثالي شكرانا يأتي من قلوبنا ويمكن لأي شخص أن يكون له قلب ممتن حتى إن لم تكن أسارهم تعجبهم هل تذكروا حين كنت طفلا تقود الدراجة وكان هناك حجر في الطريق أمامك عشرة أقدام من هنا ومن هناك ولكنك تنظر للحجر وتصطدم به لما؟ لأنك تسير ناحية تركيزك وعلى ما كنت أركز أنا حين بدأت أقول أشكرك يا رب لأن ينيز كذا وكذا أدركت أنظر إلى الحجر غيرت ما تركز علي أنا أركز على الحجر فقط الآن أنظر إلى كل ما باركني الله به في هذه المرأة المذهلة لذلك هذا مهم العدو يريدك أن تغلق قلبك ويريدك أن تشعر بالإساءة لأنك بذلك لن تبني اسمعوني جيدا لن تبني لن تثمر لن تربح أحدا سيؤثر ذلك على جميع نواحي حياتك ومنها أولادك تعرفون أعتقد أن أحد أعظم الأمور التي شهدها أطفالنا منذ الصغر أنهم رأوا أباهم وهو يعتذر لأمهم ورأوا أمهم وهي تعتذر لأبيهم وكنا دائما نعتذر لهم أيضا حين نخطئ في حقهم أريد أن أقول أن الغفران فيه قوة جبارة الغفران لا يكتسب كحق في ملكوت الله بل يعطى لمن لا يستحق الله لا يغفر للصالحين فقط ويترق الآخرين بل يغفر لمن لا يستحق تنظيف سفينتك يحتاج التأكد من عدم وجود ضغينة أو شعور بالإساءة يجب أن نزيلها هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org ذكرنا أن جون كان لديه خلفية عائلية رائعة أذكر حين تقابلنا أنا وجون أول مرة وفي عشاء خطبتنا عائلته قابلت عائلتي وكان الأمر مخيفا حقا كانوا يقولون يا إلهي من هؤلاء الذين ستجعل عائلتنا تصاهرهم؟ أبي كان يغازل والدة جون أثناء عشاء خطبتنا وقلت في نفسي يا إلهي لا أعرف حتى ماذا أقول أمام أبي وأمام زوجته نعم لقد كان سكرانا وكان يدخن وكنت أشعر أنه لا يوجد ما هو جيد عندي أنا أحضرت السوء كله إلى هذه الطاولة وولدة جون كانت تدرك هذا الأمر وبدأ التهمس قائلة لم يحدث طلاقا في عائلتنا من قبل أبدا فقلت هل تتحدث عني؟ هل أنا طلاقا؟ شعرت بإني قد أحضرت كل ما هو سيء أما جون فقد أحضر كل ما هو صالح وتراء لي أمرا يا جون أن الله لا يريد صلاحك ولا سوء بل يريد نسلا مقدسا يريد عائلة يبنيها هو من الأساس ويرتفع بها وقال لي تعرفين سيكون هذا إرث من عمل الله والجزء الكتابي الذي أمدني بالإيمان الجوهر يجب أن يكون لديك جوهر لم يكن لديك جوهرا طبيعيا ولا إرثا ولم يكن لديك مادة خام أعمل بها الإيمان كالجوهر الذي أعطاني الكدر على التصديق كان في مزمور 45 وهو حقا ما أعطاني الرؤية وأعطاني مخطط للصلاة وأيضا الحب ليس شيئا نحققه أخذت مزمور 45 و11 علي أياتها الفتاة العزيزة اسمعيني انتبه وافهمي انسي شعبك وبيت أبيك فالملك يشتهي جمالك هو الآن سيدك فانحني له وهكذا قلت حسنا يمكنني أن أضع خلفيتي جانبا يمكنني أن أنساها هذا ليس مقياسا ويكمل حديثه قائلا عوضا عن أبائك يكون بنوك عدد 16 و17 تقيمهم رؤساء في كل الأرض لأجيال قادمة سأعرف باسمك فتسبحك إلى الأبد شعوب كثيرة نحن نعرف الآن أن هذا يعني سوع وعروسه ولكني أخسته كوعد شخصي لي أنا فبدلا من أن يشبه أولادي جدهم الأرضي الذي كان سكيرا وكان مهشما وكان فاصقا بدلا من أن يشبهه أولادي ويرث صفاته سوف يشبهون أبيهم ويشبهون ربهم سيكونون أمراء الإله العلي فانتهى بنا الأمر بالتمسك بذلك الوعد وبحق وعن قصد كسرنا الكثير من اللعنات التي كانت تسري في العائلة وهذا شيء لا يحدث بالصدفة هذا شيء يجب أن يحدث عن قصد صحيح والأمر الآخر هو وهذه الآية تأذن لنا أن نفعل هذا بالتأكيد الأمر الآخر الذي نحتاج أن ننظف السفينة منه حقا هو تحكم الأهل الذي يفصل بيننا أعتقد أن هذا يسبب مشاكل كثيرة خاصة في سنوات الزواج الأولى طبيعي أنك حين تتزوج ترغب في الدفاع عن والديك أو عائلتك بدلا من الدفاع عنهم لما لا تبني جسرا تعرفون الرؤية الحقيقية جاءتني عندما رأيت في الكتاب أن العهد منذ البداية قال أن يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بمرأته وأراني الله أن هذا الترك يعني أن تترك سلطان عائلتك وتأثيرها تحترم والديك ولكن تتوقف عن طاعتهما لأنه يوجد الآن عائلة جديدة تبنى وأدركت أن الله قد أعطانا امتياز بناء أسرة جديدة مؤسسة على ما نؤمن أنه يريده لأسرتنا لقد طبقت هذا على أولادي أليسون قد تزوج وقد قلت له قبل زواجه مباشرة أليسون لن أقول لك ماذا تفعل في أي شيء إلا إذا سألتني يجب أن تفهم أن توجيه لك قد انتهى أنت تؤسس عائلتك الخاصة ولقد أسس أمورا في عائلته أنا فخور بها جدا وهي أفضل مما فعلناه نحن وهذا ما تريده لأولادك وبناتك أن يكون أفضل لكن عليك أن تتعامل مع تأثير الآخرين كان أحد والدين يتدخل في أمورنا وكان متحكما وكان يحاول تفريقنا وذات يوم جلست مع ذاك الذي لا أزال أحترمه فعلنا ذلك سويا نعم سويا كلامنا معا أفضل من كلام أحدنا فقط ذلك الشخص كان مؤمنا ويعرف كتاب المقدس وكنا نعرف أنه علينا أن نحترمه ولكن ذلك الشخص كان يمزقنا جلست معه وقلت له لن تتدخل في عائلتي بعد الآن هذا بيت جديد نحن نحترمك ونحترم مركزك ولكنك لن تتحكم في قرارات هذا البيت لن تتلاعب لتجد مكانا في هذا البيت ابق بعيدا كان علي أن أكون صارما لأني حاولت كثيرا باللين وباللطف لكن شكرا لله ذلك الشخص فهم أخيرا عندما تكلمت ببعض الصرامة والآن ذلك الشخص في مكانه الصحية حقا عليكم أن تحموا اتحادكم لأن العدو سيفعل كل ما في وصعه ليدمر اتحادكم هذا عندما أعقد تقوس الزواج أنظروا إلى جميع الأصدقاء والأقارب وأقول ويل لكم يا من تتكلمون ضد هذا الاتحاد يا من تحاولون تفريقه أقول ويل لكم هذا اتحاد عينه الله لا تتجرأوا وتفرقونه تكلموا فقط بما يعطي حياة وشفاء وصحة أعرف كم أحب ابني إنه ابني فلذة كبدي لحم من لحمي وعظم من عظامي ولكني قررت أن لا أكون عامل تفريقة بينه وبين زوجته التي أعتبرها ابنتي سأكون فقط عامل مساعد على وحدتهما عندما يتعرضان لأي نوع من المشاكل في حياتهما الحب لا يجعلك تختار الحب لا يجعل الناس تختار الحب يؤيد التكوين الإلهي الموجود بالفعل فإن تزوج أولادنا يقول الحب نحن نؤيدكم ونريد أن نراكم تنموان لا نريد أن نجعل أزواجنا يختارون بيننا وبين والدتهم لأنهم قد اختاروا بالفعل عندما تزواجوا قالوا أنا أختارك فلسنا بحاجة أن نفعل ذلك نحتاج فقط أن نذكرهم بهذا الأمر أنا أعرف هذا الأمر لأني لم أكن أفهم كيف أتعامل مع زوجي بطريقة أمينة بسبب ما رأيته كنت أظن أن الرجال دائما يتركون زوجاتهم ودائما يحبطون يقولون أنهم سيبكون معك ولكن لا يبكون أو سيحبونك دائما ولا يفعلون ذلك بالنسبة لي السنوات الأربعة الأولى من زواجنا في الواقع كانوا أطول قليلا من ذلك لم نعد نتشاجر لكن بعد أن أنجبت إيديسون كنت أحاول أن أعانقك وأنتي لدينا كثير من الأمثلة لكن تذكر حين كنت أعمل منتجة تلفزيونية نعم وأنت كنت تعمل بنصف دوام وأنا أعمل بدوام كامل وكنت أعود إلى البيت وكل ليلة أدفن نفسي في حوض الاستحمام وأرفع أنفي فقط فوق الماء وأقول النفسي استرخي استرخي وكان جون يقول لماذا لا تهدئين فأقول لإني إن هدأت سيتحطم العالم كله أنا أحمل علامك في يدي أنا المسؤول عن الدخل وأفعل هذا وذاك وعلي كل هذا الضغط فكان يقول لا الله يرعانا فأقول لا أنا أرعاكم وإن انكسرت أنا الجميع ستدمر فيقول لا الله يرعانا فأقول لا وأذكر ذات ليلة قررت أن الحمام ليس كافيا فكنت أحصل على تدليك فكنت أدلك رقبتي وكنت أحاول أن أهدئ نفسي لأسترخي وبدأت هذا الحوار مع الله وسألني هل تظنين أن جون رأسا جيدا لهذا البيت فقلت لا لا أعتقد وكنت أتوقع أن يقول الله وأنا أيضا لا أظن ذلك لكنه لم يأكل ذلك بل قال تظنين أنك تقودين أفضل فقلت نعم أقود أفضل فقال هذا نير عليك يا ليزا ولكنه عباءت جون وقال إلقيها قلت لحظة إذا ألقيتها حتى القمامة لن تخرج أنت لا تفهم إذا لم أقل له أن يخرجها فقال إلقيها فقلت أنا لا أعرف إن كنت أستطيع أن أثق به فقال لم أطلب منك أن تثقي بجون أريد أن تثقي بي قال إلقيها وفجأة مر في زيني فيلم من كل تلك المواقف بيني وبين جون التي كنت فيها أظن أني ذكي جدا وأدركت أني كنت قصية وخرجت من الحمام في هذه الليلة وأنا أبكي كثيرا وكان شعري منكوشا وقال زوجي لقد انقصرت أخيرا واضح جدا من شكلها وأذكر أني قلت أنا أسفة جدا أسفة جدا لقد شجرت معك على كل شيء لأني كنت خائفة أن أحبك كنت خائفة أن أثق بك وقلت سأترك عملي غدا إن أردت مني ذلك أريد أن نكون واحدا وقال جون لا أريدك أن تتركي العمل أنا لا أعتقد أن هذه هي المشكلة أظن أنك بحاجة أن تتركي التفكير بأنك المصدر وأذكر تلك الليلة صلينا معا لأول مرة لأنه قبل ذلك كنا نصلي ضد بعضنا البعض يا إلهي يا رب أشكرك لأني أسامح جون على ما قاله لي وقتها وأسامحه لأنه ناسي أن يكون بكذا لي أو أقول لا تصلي بصوت عالي أو أنت تضايقني ثم أقول لماذا لا تريد أن تصلي معي بالطبع أنا أنتقده طوال الصلاة لماذا قد يريد أن يصلي معي في تلك الليلة أذكر صلينا وكانت هذه بالفعل بداية النهاية كانت هذه بداية نهاية ذلك الوقت العصيب ولا أعرف يا ليزا إن كنت تذكرين ذلك أم لا لقد تغيرت بشكل معجزي كنت أقول غدا ميعاد القمامة لا أتنساها وأنساها وكنت أقول ما مشكلتي ولكن الآن أستيقظ وأقول القمامة وعملوا ليزا بدوام كامل وأنا بنصف دوام وقتها فقلت سنظف البيت وذات مرة ظهر يسوع هناك خرجت واشتريت غسالة ومجففا ولم يكن معنى الكثير من المال لم يكن لدينا غسالة ومجفف كان معنى طفل رضيع وأدخلت الغسالة والمجفف وهي في العمل ثم جاءت وقلت لها شيئا يحضر لي شيئا من الحجرة هل لا تحضرين لي كذا من تلك الحجرة الحجرة التي وضعت فيها الغسالة والمجفف الجديدين وقلت أعتقد أنه هناك وماذا حدث؟ مشايت باتجاه الحجرة في حالة استغراب وفتحت البابس وما صرخت آه غسالة ومجفف غسالة ومجفف لا أصدق الله بدأ يضع كل شيء أحتاج إليه على قلب جون أردت أن أشتري أطباق نعم لقد فعل هذا أشتري أطباق قلت كيف يفكر رجل في هذا نعم هذا حدث لكني كنت أريد أن أفعل كل شيء لها كنت أريدها أن تحصل على بيت جميل جدا وما ذلت كذلك ولكني تغيرت وهكذا حين كنا نتصارع كانت سفينتنا متسخة والروح لا يقدر أن يتحرك فينا وأريد أن أكل هذا دفاعا عن كل رجل تعرفون رأيتك تتحاول من ولد إلى رجل حين توقفت عن أن أكون أمك وبدأت أكون زوجتك كل ما يعرفه الرجل عن الأنثى الحميمة هو أميه لذا سيتفاعل مع زوجته وكأنها أميه إلى أن تخرج من هذا الدور وتبدأ في أن تكون زوجة له هذا يعني أنها هي التي ستخرج هذه القوة من الرجل ومعظمنا لا يعرف كيف يفعل هذا لكن الأمهات دائما يدربون يدربون لكن الزوجات لديهم دعوة مختلفة ليس بالضرورة يدربون بل يحترمون ويسكلون لذا فهي عمليا مختلفة عن دور الأم وأن رأيتك تكبر وتتقوى في جميع نواحي الحياة منذ تلك اللحظة التي بدأت فيها أن أكون زوجتك ليس فقط في زواجنا أو كأب بل كخادم أيضا تتذكر توقفت عن وعظ رسائل الآخرين وبدأت كلمة الله تقال على فمك أذكر ذلك إذن علينا جميعا تنظيف السفينة كلنا لكي يستطيع الروح القدس أن يبدأ يتحرك ولكي نتحرك نحن باتجاه دعوة الله سأنتقل إلى الخوف من الهجر أذكر ذات مرة كنت في الحجرة وقلت لزوجتي كلما كنت أحتضنها ترفض كنت أربط ثم أبعد عنه أربط علي وقد رأت والدها يترك أسرته لأجل امرأة أخرى وقص كنيستها ترك زوجته من أجل امرأة أخرى فبالتأكيد سأفعل ذلك كانت خائفة ونظرت إليها ذات مرة وقلت مر على زواجنا ثمانية أو عشرة سنوات وقلت هل ستنتظرين حتى تمر سبعين سنة حتى تدركين أخيرا أني لن أتركك أبدا وأعتقد أن وقال أنا سأبقى ولكن أنا حتما سنفقد الكثير من متعة أثناء بقائي وفكرت هذا صحيح نحن تماما كنت أجعله يدفع ثمن أخطاء والدي وهو ليس والدي لم أكن مستاء من ليزا كنت أقول الحقيقة بحب إن كنت قد شعرت بالإساءة لما كنا بخيرني الآن وأدركت أني أحتاج أن أؤكد أني سأبقى معها فقلت لدي مثال حي والدي بق معا ستة وستين عاما لدي مثال حي أحتذي به ليس فقط أبي السماوي وإن لم يكن لديك مثال حي فلديك يسوع الذي لا يتركنا أبدا الله لا يتركنا أبدا انظر السفينة يجب أن تنظف لأنك لن تبني إن كنت تشعر أن شريكك سيتركك فكما قلت الله قال أريدك أن تثق بي هذا جزء من الحل واكتشفت أنني من الأفضل أن أحبك بالكامل وتتركني من أن أعيش في هذا التاهين قررت أن أحب بعمق وهذه كانت نقطة تحول هذا عهد بدل من عقد وآخر شيء سننظف سطح السفينة منه هو توقع الميديا الخيالي للزواج لأنهم رسموا شكلا إذا لم تجده في زواجك تشعر بأن زواجك فاشل فيجب أن نتكلم عن ذلك لأن الميديا قدمت صورة عن الحب المؤسس على المشاعر فلو وجدت المشاعر نتصرف بحب لكن الحب الحقيقي يتصرف بحب حتى في عدم وجود المشاعر فيجب أن نزيل هذا كان لدينا الكثير لنقدمه في هذه المحاضرة لدينا صلاة مطولة في هذا الكتاب ونريد منكم أن تجلسوا لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك الآن هنا نريد أن تجلس مع شريك حياتك وتكتبان ما يحتاج أن يزال انظروا إلى تلك الصلاة وعلى ما كتبناه في هذا الفصل ناقشوه ثم ابدأوا في مواجهته بعضه سيواجه بتغيير في التوجه والبعض الآخر لأنه روحي سيواجه في الصلاة يمكننا أن نقول الكثير أيضا لكن تذكروا الطلاق كان غير مادي كان روحي كان في أباء ليزا وواجهناه في الصلاة في الواقع ليزا واجهته وحدها في الصلاة ودعوني أقول شيئا لقد تحررت كسرت ذلك الإرث وهذه هي قوة الصليب وأريد أن أقول ما لا تواجهه في الصلاة من الأمور الروحية لن يتغير لذا نشجعك أن تأخذ وقتك وتفعل هذا نعم أريدكم أن تصلوا لكن أريد أن أقولنا الأمر لا علاقة له بأخطائك بل بالكثير من الأمور الرائعة في مستقبل عائلتك له علاقة بكون عائلتك حرة طريقة إرث سماوي يمشي على الأرض نظف السفينة لكي تتقدم دعونا نتخلص من كل ما يعيقنا من استقبال كل ما لدى الله لنا لا يهم عدد أخطائك وأخطائه لا أحد منا يريد أن يحصل على ما يستطيع أن يفعله بقواته الذاتية بل نريد عمل الله في زواجنا ونريد نسلة من الله فقط لذا نريد أن تكون هذه اللحظة مقدسة لكم لذا سنصلي ولكننا نريد أن كل شخص أو كل الزوجين يفعلون ذلك سويا لذا كتبنا ذلك بالضبط دعونا نثق بالله يا أبانا في اسم يسوع نريد لكل زوجين ولكل خطيب ولكل خطيبة ولكل شخص بينما يقرؤون هذا الفصل وبينما يكتبون أمورا تحتاج أن تزال من السفينة نطلب جوا سماويا نصلي أن يقودهم روحك ويحيط بهم نصلي أن ملائكتك تحيط بهم مستعدة للانتقام من العدو الذي ابتلاهم من جيل إلى جيل نتكلم بالحرية على بيوتهم نتكلم بالحرية على زواجهم نتكلم بالحرية يا رب على حياتهم في اسم يسوع المسيح نحن نعلن أن ملكوت الله قد أتى بينكم وستتم مشيئة الله في زواجكم وفي بيوتكم كما في السماء كذلك على الأرض في اسم يسوع القدير آمين هذا مثير ثقيل لكن مثير في المحاضرة القادمة سننتقل إلى البناء بما أننا نظفنا السفينة سننتقل إلى البناء سننتقل إلى البناء سننتقل إلى البناء لقد وصلنا إلى المحاضرة الرابعة وموضوعنا هو نقوم ونبني بعد أن نظفنا سطح السفينة أنا فخور بكل شخص خصص وقتا وصل ونظف سطح السفينة وسيغير هذا نظرتك وأنت تنتقل إلى هذه المحاضرة نعم لن تقدر أن تعيش ما سنقوله اليوم إلا إذا نظفت سطح السفينة سنتكلم الليلة عن الخدمة إن مفتاح الزواج الناجح يتلخص في كلمة واحدة هذه الكلمة هي الخدمة إليكم هذه الحقيقة هذا أمر شعرت به في روح مؤخرا أكثر المؤمنين بؤسا على وجه هذا الكوكب هم المؤمنون الذين لا يخدمون المؤمنون الأنانيون السبب هو أن الـ DNA الروحي الذي فينا هو الخدمة لأننا خلقنا على صورة يسوع ومثاله والخدمة تشغلنا بالكنيسة الذين يحضرون الكنيسة فقط لا يستفدون لكن الذين يخدمون في الكنيسة ينشغلون بها نعم ومن يخدمون في العالم ينشغلون بالعالم قال يسوع في لوقة 22-27 فمن أعظم؟ من يجلس إلى المائدة أم من يخدم؟ أليس من يجلس إلى المائدة؟ غير أني بينكم كمن يخدم يقول الرب قال يسوع غير أني بينكم كمن يخدم هذا هو الـ DNA الروحي الخاص بنا وإذا نظرت إلى يسوع لقد أعطى مثالا بديعا لذلك في العشاء الأخير عندما تجددت رأيت المؤمنين يغسرون أرجل بعضهم البعض فشعرت بالرغبة في الهرب أمر محرج للغاية حين يضطروا نساء أن يرتدوا تلك الملابس كيف تفعلون ذلك؟ حين يقولون في كلية اللاهوت سوف نقوم بخدمة غسل الأرجل أقول سأخرج من هنا لن أحضر هذه الفقرة لن يلمس أحد رجلي سوى زوجتي وإن لم تعجبك يقولون لاست في الروح نعم فعلا لكن هل نوضح هذا ونتكلم عن سبب غسله لأرجلهم؟ بيوت الأغنياء قديما كان فيها الكثير من الخدم وكان الخدم يعملون في مجالات مختلفة خادم يعمل في الشؤون المالية وخدام في المطبخ وخادم مسؤول عن العربة والأحصنة والإستبل لكن أقل خادم أحقر خادم تعرفون ماذا كانت إحدى وظائفه؟ كان يغسل أرجل الناس حين يدخلون البيت تذكروا أنه لم يكن هناك أرصفة وقتها وكل الطرق كانت ترابية ولم يكن لديهم أحذية تغطي أرجلهم كانوا يرتدون الصناضل لذا حين تدخل بيت أحد يقوم أحقر خادم بغسل قدميك ما كان يسوع يريد أن يقوله حين انحنى وغسل أرجلهم هو أنا أقل خادم أنا أحقر خادم يقول هل تفهمون ما فعلته لكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا سيد تعني رأس فهو رأس هذا الاتحاق وأنتم مصيبون لأنني كذلك فما دمت وأنا المعلم والسيد قد غسلت أقدامكم فعليكم أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض ليس الغسيل الحرفي بل أن نكون كأحقر خادم لقد أريتكم مثالا لكي تفعلوا للآخرين ما فعلته لكم أقول الحق لكم ما من عبد أعظم من سيده بمعنى إن فعله وذاله فكيف نكون أعظم ما من رسول أعظم من الذي أرسله فما دمتم تعرفون هذه الأشياء فهنيئا لكم المؤمن الحقيقي الذي لديه طبيعة يسوع لا يكون أنانيا يكون خادما ترى ذلك في العهد الجديد كله في لبي 2-3 تواضعوا وليعتبر كل واحد أخاه أفضل من نفسه هذا هو الخادم وفي روميا فليرض كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان لأن المسيح أيضا لم يرد نفسه وآيات المفضلة غلاطيا 5-13 اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة كلمة اخدموا في اليونانية تعني عبد وهي الكلمة التي استخدمها كل التلميذ حين قالوا بولوس عبد يسوع المسيح إلى ماذا أريد أن أصل؟ أعرف إلى ماذا تريد أن تصل قرأت الخطابات نعم نعم الفيسبوك كان بمثابة وقود لهذه النقطة حين سمعت بعض صرخات النساء من قيادة أزواجهن لهن بطريقة مسيئة مستخدمين آيات الكتاب المقدس ليسيئوا إليهن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة لكن قبل أن يأخذ هذا الرأس مكانه يجب أن يعرف أن الرأس معناه أول الخدم تيم كيلر الذي أحترمه كثيرا الذي كتب كتابا عظيما عن الزواج يقول هذا لا يدمر ممارسة السلطة في العلاقات بين البشر ولكنه يغيرها تغييرا جذريا نحن الأزواج يجب أن نكون أول الخدم يجب أن تخضع الزوجة لرجلها هذا دورها أليس كذلك؟ لكن الزوجة يجب أن يكون خادما للزوجة سأريكم هذا الأمر في الكتاب لدينا ثلاثة خيارات في الخدمة يمكننا أن نختار من ثلاث طرق تخدمون طوعا واختيارا؟ أو تخدمون بمزاج متعكر؟ باستياء وبرودة؟ حسنا سأقوم بذلك ولكن هذا يضايقني سأفعله لأني مضطر كالعبد أو ترفضون الخدمة تماما ونكون أننيون ونسحب وتكونون أننيون إذن هذه هي كل خياراتنا كل يوم في كل لحظة إما أن نقوم بالأمر برضا أو لا نقوم بأي شيء ونكون أنانيين أو نقوم بالأمر باستياء وبرودة بينما كنت تتحدث عن الخدمة أدركت أن نساء كثيرات لا يفهمنا خدمة أزواجهن لأن النساء يردنا أن يخدمهن أزواجهن بنفس الطريقة التي يخدمنا هن بها أزواجهن فيظنون أنه مدام الزوج سيخدم هذا معناه أنه سيطبخ وينظف المنزل ونعرف أنكم تفعلون ذلك لكن أحيانا يخدم الزوج بكونه معيلا رائعا بدفع الفواتير في موعدها بالاهتمام بصيانة المنزل ومتابعة هذا الأمر بحيث لا تضطر الزوجة أن تنشغل بهذه الأمور في البداية كنا نسخر من جون حين كان يتكلم عن كونه خادم لأنه معروف بأنه حالما ينتهي الغداء يبلع الشيكولاتة ثم يجري خارج المطبخ فنقول أين جون ثم نشترك كلنا في تنظيف المائدة وهو يقول أنا أخدم كان يخدم بدفع الفواتير فكان ينسحب ولم نكن مدركين أننا نحتاج خدماته هذه أكثر من احتياجنا لخدماته في غسيل الأدواء يسوع كان أعظم خادم لكن أرني كم طبخة طبخها أو كم مرة غسل الملابس إذن تجلت خدمته بطريقة أخرى خدمت قصة كنيستي أربع سنوات ونصف كنت ألمع حذاءه وأحضر ملابسه من المغسلة وأغسر سيارته وأحضر أولاده من المدرسة حتى يركز في الخدمة وقال الرب لي إذا رقيتك سأرقيك في الخدمة مسؤولياتك الآن بسيطة لكن في المستقبل ستكون مسؤولاً عن حياة الناس وقال الترقية معي هي مستوى أعلى من الخدمة لهذا يتحطم الناس في الملكوت أو يزدهرون فيه شاول مثلاً في بدايته كان مختبئاً بين الأمتعة كان صغيراً في عيني نفسه لكن بعدها بدأ يبني لنفسه تماثيل ولم يفهم أن ملك إسرائيل هو أكبر خادم في إسرائيل لذلك يجب أن تدرك هذا أيها الزوج أنت مدعو لتكون أول خادم في بيتك أفاسوس 5 يقدم صورة رائعة دائماً ما يبدأ الناس القراءة في أفاسوس 5 من عدد 22 آياتها الزوجات اخضعنا لأزواجكم صحيح؟ يبدأ الجميع من هنا لكن ما يتكلم عنه بولوس يبدأ من العدد الثامن عشر حيث يقول ولا تسكروا بالخمر التي تؤدي إلى الانحلال بل امتلئوا من الروح الامتلاء من الروح هنا امتلاء مستمر لأننا نفقد امتلاءنا مع الوقت لذلك الامتلاء هو عملية مستمرة ثم يقول بولوس هذه هي العلامات التي تميز الشخص الممتلئ من الروح رنموا مزامير وترنموا أغاني روحية فيما بينكم رنموا وأطلقوا الألحان من قلوبكم أنت ترنم في بيتنا أريد أن أشكرك على ذلك شكرين الله الآب دائماً وفي كل شيء ثم يكمل بولوس علامات الامتلاء من الروح القدس في عدد 21 فيقول اخضعوا بعضكم لبعض اكراماً للمسيح الخضوع بعضنا لبعض علامة على الامتلاء من الروح من لا يخضعون بعضهم لبعض ليسوا ممتلئين من الروح القدس خدمتنا بعضنا لبعض اكراماً للمسيح هي في الواقع دليل على أننا نمتلئ من الروح باستمرار بمعنى آخر إن كنت لا تمتلئ من الروح ستتوقع أن يفعل شريك حياتك شيئاً لك وإن لم يفعل كما توقعت منه تتضايق لماذا؟ لأنك لم تمتلئ بعد بنك مشاعرك ليس ممتلئاً من الروح القدس لهذا السبب الأشخاص الفارغين تماماً الذين ليس لهم حياة ممتلئة بالله يتزوجون متوقعين أن الزواج سيشفي هذا الشعور بالفراغ لن نكمل بعضنا بدون الله لن تكمل بعضكم البعض عندما يجتمعوا فراغان كما يقول تيم كيلر يصبحان فراغاً أكبر إذن مسؤوليتنا هي أن نظل ممتلئين من الروح وهذا سيجعلك تخدم لأن الخدمة ستكون متعتك إن كنت ممتلئاً من الروح أجرة الخدمة هي الخدمة سمعتم هذا؟ إن أدركتم هذا الأمر سيغير حياتكم داود قال أفضل أن أقف بواباً في بيت إلهي بالضبط نعم هذا قوي إذن خدمة الآخرين دليل على الملء بالروح في ترجمة نيو ليفنج يقول اخضعوا بعضكم لبعض إكراماً للمسيح بالنسبة للزوجات هذا يعني أن تخضعنا لأزواجكم وبالنسبة للأزواج هذا يعني هكذا تخدمون بعضكم بعضاً في خوف الرب بالنسبة للرجال هذا يعني أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة بالطبع الزوجة يجب أن تخضع لزوجها لكنه أمر ممتع أن تخضع لشخص كيسوع أقل خادم إنه أول الخدم لقد قلت لليسة يا ليسة في بداية هذه المحاضرة أريد أن أحمل ثقل هذا الأمر لأني أتضايق جداً حين أسمع عن الأزواج الذين يستخدمون الكتاب المقدس ليسيءوا إلى زوجاتهم وأطفالهم ويجعلوهم عبيداً لهم هذا قوي هذا ليس كل ما يتكلم عنه بولوس في أفاسوس بل يتكلم عن كيف نخدم أحدنا الآخر الحقيقة أن الزوج هو قائد البيت لكنه أكبر خادم في البيت هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزة بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org أنا أرى الكثير من الصراعات على السلطة والكثير من إخضاعنا لأزواجكنا ثم تلقي الزوجة بزوجها جانباً وتقول أنا لن أخضع لك أبداً ولن أحترمك وهذا الصراع الذي تعرفونه ولقد كانت للفرصة أن أتكلم مع أحد التابعين لميسانك رباي وسألته كيف ترون الرجل والمرأة وبدأ يخبرني أنهم ينظرون للجنس بالطريقة مختلفة جداً عن طريق الثقافاتنا الغربية نحن ننظر للذكر والأنثى منفصلين قال إنهم لا ينظرون إليهما منفصلين بل يرون الذكر والأنثى وجهين العملة واحدة لنقول أن الرجل هو الملك والمرأة هي الكتابة في العملة إن قللت من قيمة وجه تقلل من قيمة العملة كلها وإن حفظت على وجه سيزيد من قيمة الوجه الآخر لا يمكنك أن تقلل من شأن الذكر أو الأنثى لأنهما يجب أن يقدما لله معاً بقيمتهما كلها وبدأ يكلمني أيضاً عن أنه حين قرر الله أن يقيم عهداً غير اسم إبراهيم أولاً غيره من إبرام إلى إبراهيم وقال لقد تغيرت طريقة نطق الإسم لكن في الواقع لقد أخذ الله حرفاً من اسمه هو وأضافه إلى اسم إبراهيم وبهذه الإضافة أعطى اسم إبراهيم اتساعاً ولكنه أعطاه مركزاً أيضاً لقد جعله أباً لأمم كثيرة وأباً لجماهير وقال لي أيضاً لكن إبراهيم كما تعرفين قام بموضوع إسماعيل وكذا ولم يتحقق العهد حتى غير الله اسم سارة أيضاً ولم يغير اسم سارة من أوله لقد أخذ حرفاً من اسمه ووضعه في آخر اسم سارة فأصبح موجوداً في الإسمين وما فعله هو أنه جعل اسم سارة تربة لقد نعم اسم سارة وسنن حواف اسم إبراهيم فأصبح إبراهيم بزرة إبراهيم أصبح بزرة وصار أصبحت تربة ففي زيجاتنا لا فائدة من وجود بزرة بدون تربة أو تربة بدون بزرة إذ أن التربة هي التي تتفاعل مع البزرة والبزرة هي التي تبدأ إذن القائد هو الذي يبدأ لكن المرأة تكون بيئة لما يبدأه هو حتى يزدهر لقد فكرت أن هذا بمثابة مثال قوي يوضح ما نراه اليوم يتم الإساءة إليه واستغلاله لم يكن هذا ليصبح إبراهيم الرأس البارز وتختفي سارة بل كانت تمتلئ حياة كل منهما بالوعد والرجاء والضحك والمراث لذلك أعجبني إسرارك على أن تتحدث عن أن القائد هو في النهاية خادم الخادم الأول ويقول في أفاسوس خمسة بنسبة للرجال هذا يعني أن تحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة ثم يتكلم عما فعله المسيح ثم يقول في عدى الثمانية وعشرين هكذا ينبغي أن يحب الأزواج زوجاتهم استخدم بولوس كلمة ينبغي وهي طلب للالتزام الشديد لقد أكد على الالتزام بذلك يريد أن يقول أيها الرجال لا يهم كيف تشعرون أحب زوجاتكم أو اخدموهن إليكم الطريقة التي تصور الميديا بها الحب الميديا والروايات الرومانسية وكل شيء تشعروا بالحب والأفعال تأتي بعد المشاعر كم شخص منكم يعرف إن كنتم متزوجين منذ بضعة أسابيع أو حتى بضعة أشهر لا أعرف كم من الوقت تطلب الأمر أحيانا ستة أشهر أن المشاعر أحيانا ما لا تكون موجودة والآن كم شخص منكم يعرف أن الله لا يأمر مشاعرك بل يطلب أفعالك حين يقول ينبغي أن يحب الأزواج زوجاتهم يقصد تصرف بحب سواء أكنت تشعر به أم لا الزواج لا يجب أن يكون بلا مشاعر لكنه لا يجب أن يكون بلا أفعال أيضا ستأتي أوقات لن يكون فيها مشاعر لكن يمكنك أن تتحكم في الأفعال أيها الزوج هذا يعني أنه يمكنك أن تستمر تحب زوجتك حتى لو لم يكن لديك مشاعر الحب ودعونا نتكلم بصراحة تلك المشاعر ليست موجودة طوال الوقت فعندما لا تكون موجودة أؤمن أن الله سيفرح إن اخترت أن تقوم بأفعال الحب في عدم وجود المشاعر وإن استمريت في التصرف بحب ستأتي المشاعر في النهاية كان هناك شخص في حياتي فرد علي أن يكون قريبي ولم أكن أحب ذلك الشخص هل وضعت في هذا الموقف من قبل؟ تعرف أنك يجب أن تحب ذلك الشخص لكنه لا يعجبك لكن تعرفون ماذا قررت أن أفعل؟ بدأت بالأفعال لم يكن هناك أي مشاعر صدقوني ولكني بدأت أتصرف بحب وتعرفون ماذا حدث لقد أتت المشاعر سي إس لوس قال هذا عندما تبدأ بالأفعال وتتصرف بحب ستأتي المشاعر مثل أعمال الإيمان نعم نحن نتصرف بالإيمان وهذه الأفعال ليس لها أي أسباب طبيعية عندما تأخذ خطوة إيمان بعدها يأتي الله الفعل يصبح الحقيقة التي تتمنى أن تحدث لذا حين تبدأ في التصرف بإيمان تجاه زوجتك أو بإيمان تجاه زوجك لأننا نحن الفتيات أيضا أحيانا لا يكون لدينا مشاعر فإن بدأت تتصرفين بشكل مختلف وتقولين سوف أتصرف بحب مهما حدث سيمنحك الله ما ترجينه سيمنحك ذلك الحب سيمنحك ما تحتاجينه إذن إن كنت تمتلئ من الروح وتقضي وقتا مع الروح القدس في الصباح أو في المساء كما تريد أو في الحمام أو في الحمام سيمتلئ بنك مشاعرك وسيكون لديك شيء تعطيه إن لم تفعل ذلك لن يكون لديك شيء تأخذ منه لتعطي إن امتلأ بنك مشاعري بحضور الرب سأقدر أن أعطي بدون تأفف وبدون مرارة أقدر أن أعطي عندما أشعر بأن ليزا لا تستحق وتقدر أن تعطيني وأنا لا أستحق أنا دائما أستحق دائما أستحق إذن المفتاح هنا هو أن تظل ممتلئا من الروح حتى تقدر أن تخدم شريك حياتك وإن خدمته سيضخ هذا مشاعر حيث توجت لعنة الجفاف فتزال اللعنة هذا قوي الزوج لا يملك السلطة لأنه أفضل بل يملك السلطة لأن الله يريد أن يكون هناك توجيه في البيت ولأنه أول الخدم فإن أخذ الزوج مكانه كأول الخدم سيعطى هذه السلطة سأخذ القرارات بناء على ما هو أفضل لزوجتي وليس ما هو أفضل لي أمر سيء للغاية أن يفكر رجالها كذا أنا أفضل لأني رجل حسنا هل تسمح لي أن أمحو هذه الفكرة تماما؟ سأخبركم بشيء أيها الأزواج يقول الكتاب في بطرس الأولى الثلاثة وراجعوا هذا الكلام إن لم تكرموا زوجاتكم لن تسمع السماء لصلواتكم يقول أكرم الإناء النسائيك الأضعف لقد قلتها يا جون إنهن الإناء الأضعف هذا لا يعني أنها أقل منك بل كلمة إناء تعني فقط أنها لا تستطيع التحمل مثلك فقط إنها وارثة مثلك الإناء شيء مثل هذا نعم جسدنا الخارجي إن هذا من الخزف وإن كان هذا زجاجي ولهما نفس الحجم سيسمى الزجاجي الإناء الأضعف لأنه إن وقع لن يرتد إلي إن وقع هذا لن ينكسر ربما تكون المرأة أكثر هشاشة إذن كل منهما إناء يحمل نعمة الحياة لكن المرأة أكثر هشاشة الأثنان شريكان متساويان في الإرث لكن الله يقول للرجل إنها تبدو مكسورة ومحطمة لا تقول لي طلبك أنا لن أسمعك لن أسمعك نعم دعنا نناقش الفرق هنا والمدهن العجيب هنا أن الله لا يقول نفس الكلام للمرأة لا يقول لتكرم المرأة زوجها وإلا لن تسمع السماء لصلاتها اسمعوا على من تركز السماء يا رجال بمعنى آخر أنتم مشبهين بالمسيح يقول تصرفوا مثلي هذا ما غيرني بالفعل يقول اخدموا بعضكم بعضا في خوف الرب سأريكم الآن ما هو خوف الرب لقد تكلم الرب إلي ذات يوم عندما لم أعامل ليس جيدا وقال هذا ما قاله بالضبط بكل صرامة قال إنها ابنتي أولا وزوجتك ثانيا وفجأة شعرت يا هذه ابنة الله هل أسألكم سؤالا يا رجال كيف كنت ستعيش إن كان والد زوجتك موجودا في بيتك باستمرار يراقب كل حركة في حجرة النوم وفي المطبخ كيف كنت ستسلك إن كان والد زوجتك الأرضي يراقب كل حركة تقوم بها مع زوجتك ومعه بندقية بالتأكيد كنت ستنضبط هذا هو ما أصبح حقيقة بالنسبة لي أبوها موجود في حجرتنا أبوها موجود في بيتنا حين لا يكون الأولاد هناك أبوها دائما معنا وهي ابنته هذه المرأة التي تجلس بجوارك الآن ابنة الله أولا فانتبه لتكن خطوتك بخوف ورعدة هذا جميل وعلى الجانب الآخر أنت ابني أنت لست زوجي فقط أنت ابن الله لهذا السبب يجب أن نعطي بعدنا كرامة أكثر لنرجع إلى ما فهمناه عن كوننا أصدقاء ولكي أكون صريحة معكم أنا أعتقد أن الرجل هو من كلفه الله بالتمويل والحماية أما المرأة فقد أؤتمنت على قلب الرجل سفر الأمثال يقول قلب زوجها يثق بها لا أعتقد أن النساء يفهمنا أن الله قال سوف أأتمنك على أثمن شيء على وجه الأرض ألا وهو قلب زوجك هو مسؤول عن حماية أجسادنا ونحن مسؤولون عن حماية قلبه يجب علينا أن نكون كالحارس على قلبه وأن نكون من يفسر ما يقوله لباقي العائلة وأن نكون أكثر من يثق فيه يجب أن نقول يمكنك أن تثق فيه كنا نتحدث أمس عن أنه كان يجب علينا اتخاذ بعض القرارات في بداية زواجنا أولا كان يجب علي أن أتوقف وأغير طريقة كلامي مع جون ثم كان يجب علي أن أغير الطريقة التي أتكلم بها عنه أمام أصدقائي وعائلتي ثم ثالثا أن أبتعد عن العلاقات التي يتكلمون فيها بالسوء عن الرجال كان علي أن لا أشاهد الأفلام التي تسخر من الرجال ولا أضحك على الأفلام الكوميدية التي تسخر من الرجال لأنه إن أردت أن أكون وكيلة صالحة على قلب زوجي يجب أن أنظر إلى قلب زوجي من منظور أبي كما يوجد نساء كثيرات لا يفهمنا ما هي قيمة أن تؤتمن على قلب زوجك قلب أسراتك وأؤمن أن النساء قد أؤتمن على قلب الكنيسة أيضا الكنيسة ربما تكون متنامية وقوية لكن إن لم يكن فيها نساء صحاء عاملات لن يكون هناك تغذية ولن يكون هناك قلب تكون مبنى لكن بدون قلب لقد أعطي الرجل القوة لكي يبرز المرأة كنا نشاهد أولمبياد الشتاء ورأينا الروس وذلك الرجل القوي وهو يرفع الفتاة إلى أعلى وكأنها بلا وزن ونظرنا إلى ذلك وقلنا إن هذه صورة لكيفية استخدام الله لقوة الرجل ليبرز جمال المرأة ويبرز حسن المرأة الرجل لديه قوة يقدر بها أن يرفع زوجته ويبرز جمالها وهذا ما يفعله جون معي دائما وأنا شاكرة جدا على ذلك حسنا مسؤولية الرجل هي أن يغذي زوجته ويدلل زوجته يغذي معناها أن يعطيها ما تحتاجه لتنمو ليسا مرت بمأساة وهي فتاة صغيرة فقط عينك بسبب السرطان وكانت تتجنب مخاطبة الجماهير لم أدرك أنك تغذيني وقتها كان يقول اسمعي لدي اجتماع شباب الليلة وأريدك أن تتحدثي إلى الفتيات فأقول بالطبع ليلة أفعل أن تقص الشباب فتقول استعدي سأناديكي فأقول استعد لرؤياتي أخرج من المبنى أنا لن أقوم وأعز فكان يقول حبيبتي أعرف أنك تظنين أنك عبارة عن عين مستعارة لكنك للفتيات صوت أمل أنت في أواخر العشرينيات أنت شخص يتطلعن إليه ليس لديك الحق أن تغلقي فمك حين يكن في حاجة إلى صوت امرأة أنا لست صوت امرأة وكان يدفعني ويدفعني ويدفعني ليخرجني من كل قيد وضعته حول حياتي لكنه لم يفعل ذلك ليضايقني بل كان يفعله ليجعلني أتكيف مع صورة يسوع لكي أأخذ عزائي من الله بدلا من أخذه من قيود عرفت في ذلك الوقت كقائد للبيت أن هناك أمرا خاصا في حياة ليزة فظللت وكلفني ذلك كثيرا لأنها كانت تحبط مني لكني اتخذت قرارا لأنك قائد لجسد المسيح ولها على المدى الطويل حتى لو واجهت مقاومة أريد أن أقول عندما تكون الزوج وأول الخدم وتأخذ قرارات لا تسعد زوجتك وأنت لا تظن أن كل قرار سيتخذه زوجك سيسعدك ربما يدفعك بعيدا عن نطاق راحتك لأنه يرى شيئا ما كقائد كما فعلت ليسا معي تذكروا أن الله يريد أبناء خارج هذا الاتحاد ما رآه الله في ليسا قبل ولادتها بسنوات كان سأضع شيئا على حياتها سيغير النساء في العالم كله لم أدرك العواقب بعيدة المدى لكني قلت أريدك أن تتحدثي إلى الفتيات أريدك أن تتحدثي في مؤتمري في ليلة السفر لم تتركني أنام حتى الثالثة صباحا لقد أخذ عزتي الوحيدة وعظها شعرت يلي كنت أريد أن أستمر في الدفع لأني عرفت سيأتي إلي رجال قائلين يا إلهي ونساء قائلات يا إلهي لذلك فعلت هذا الأمر الآخر الذي ظللت أفعله هو القول أنت جميلة جدا وكنت أعنم أقول كنت أنظر إليها في الصباح حين نستيقظ وأقول أنت فاتنة جدا وكنت أجادلت كانت تجادلني كنت أقول لا أنا قبيحة أنا بعين واحدة أنا سمينة أنا حامل شعري مجعد بشكل سيء يا إلهي كان لدي قائمة وأخيرا ذات يوم نظر إليه جون وقال أنت تقومين بإهانتي نعم قلت ذلك قال أنا أراك جميلة وأنت تقولين لي أنك قبيحة هل زوقي سيء؟ وقلت أيضا تقولين لي أني كذاب أنا لا أكذب هناك شيء تعلمته خلال سنين في كل سفرياتي وهو أني أستطيع أن أعرف كيف يعامل الزوج زوجته بالنظر إلى زوجته لأنها مجد الرجل إن كان وجهها مشرقا إن رأيت زوجة سعيدة أعرف أن زوجها صالح وهو يبنيها إذن الله يريد أن يرانا نبني بعضنا البعض بخدمتنا لبعضنا البعض ليس فقط بخضوع الزوجة لزوجها بل بخضوع الرجل وخدمته لزوجته بطريقة إلهية وحين نفعل ذلك يبدأ عالمنا في الاتساع لأنه عندما بدأت تبنيني يا ليسا وأنا بدأت أبنيكي عن طريق كلمات الحب وأفعال الحب بدأ الله يرقينا لنقدر أن نساعد الكثيرين خارج دائرة زواجنا وأؤمن أن هدف الله من كل زيجة هو أنه بينما نبني أحدنا الآخر يلمس من حولنا بقوة بلمسة من الله الموجود أشكرك لأنك ضيقتني إذن الخلاصة هي عندما تتزوج شخصا ما أنت تتعهد بأن تخدمه باقي حياتك فكروا في هذا الأمر سأقولها مرة أخرى عندما تقول نعم تقول أتعهد أن أخدمك باقي حياتي إذا نظرت للزواج هكذا سيكون لديك زواج صحي إذا نظرنا للزواج هكذا سيكون لدينا رسالة غير عادية إلى اللقاء سيكون لدينا رسالة غير عادية سيكون لدينا رسالة غير عادية سيكون لدينا رسالة غير عادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من ثلاثة عقود تزواجنا نعم وكل مننا احضر تحديات فريدة الى فراش الزوجية وكنا نظن ان الزواج سيمحوها عرفت ان كثيرين يعتقدون انه حين يتزوجون سيمحى كل شيء فكل ما ادمنوه وكل ما كان يمثل تحديا يظنون ان في يوم نطقهم بالعقود كل شيء سيمحى لكن لم يحدث هذا معك ومعي ومرة اخرى سنكون واضحين وصرحاء سنقدم لكم حقائق لن نذكر تفاصيل ان اولادنا هنا لكن نريد ان نفضي لكم ببعض الامور لاننا نعيش في عالم ووسط ثقافة الان لا تزن الامور لا تقدر التكلفة لا تفهم ان الاختيارات التي تقوم بها في العشرينيات ستؤثر عليك في الاربعينيات لقد فهمت ذلك بعد ان اصبحت مؤمنة كبرت في عائلة قالت لي ان الجنس يجب ان يدخر للزواج لكن لم يقولوا لي سبب فقط لا تفعلي ذلك لا تفعلي ذلك وكنت افعل كل ما كان يرفضه فلما لا افعل ذلك ايضا كنت طالبة في الجامعة وقررت ان اكون مسؤولة عن سلوكي الجنسي فكنت اأخذ حبوب منع الحم وجعلت صديقاتي يأخذونه كنت كالقديسة في تأييد حبوب منع الحمل في نادي الفتيات ولم اتخيل ابدا ان خياراتي الجنسية التي ظننت انها تحررني سترجع فيما بعد لتوقع بي وعندما خلصت في عمر الواحد والعشرين كنا نتحدث وصليت معي ولدت ثانية وامتلأت من الروح القدس وشفيت في لقائنا الاول وقلت لي انت مؤمنة وانا قلت انا سعيدة لاني كنت على خلق لماذا قلت كلاما غبان كهذا لا اعرف لكني لم اكن افهم الاخلاق والقداسة كنت اظن انه اذا نمت مع اشخاص احبهم اكون مؤدبة لم انام مع شخص لا احبه لست مثل صديقاتي انام مع الشخص من اول ليلة كنت انتظر حتى احبهم ثم انام معهم واذكر بعدها حين بدأنا نتواعد قلت انا سعيد اننا حفظنا انفسنا فنظرت اليك في رعب اذا عرفت فجأة ان عواقب اختياراتي الخاصة كانت تؤثر على حياتك واذكر اليوم الذي عرفت فيه اننا سنرتبط وانك سوف تطلب مني ان اشاركك حياتك وعرفت انني يجب ان اخبرك بالحقيقة كلها يجب ان اقول لك انا اسفة لم اكن مدركة كنت اظن ان اخلاقي ممتازة ولكن بعد ان قرأت الكتاب تذكر حين خلوصت كنت اظن ان نظفة من الامان آية وحين بدأت وانجيل بولوس قضيت الليل كلها ابحث عن انجيل بولوس لم يكن لدي اطار ايماني ولا اي فكرة عن اي شيء الالعلاقة الحميمة واذكر اني شعرت باني لا استحقك واني قد ضيعت اروع فرصة جاءتني لابني حياتي مع رجل يهتم بي ويحب الله ويستخدم اسمي في الحديث لان الرجال الذين عرفتهم من قبل لم يفعلوا ذلك لذا فجأة شعرت اني لا استحق هذا انت تستحق افضل من ذلك واذكر اني ذهبت لاتمشى في حديقة فيرفيلد في دالس وبحيرة ويتروك وصرخت الى الله وندمت كثيرا كنت اعرف انه قد سامحني لكن الندم كثيرون لا يفهمون ان الله سيسامحهم على قراراتهم لكن سيكون هناك عواقب عندما كان اولادي صغارا كانوا يقذفون الكرات في المنزل فتنكسر زهرية ثم يقولوا اسفين فاقول وانا ايضا اسفة لكن عليكم ان تربحوا مالا لتعودوا زهرية ألم سامحين نعم ولكن العواقب تقول انكم يجب ان تعودوا زهرية لا يعني هذا ان اعود عزرياتي ولكن كان يجب علي ان اقول الحقيقة واذكر اني جئت اليك فنظرت الي وقلت كنت اصالي لاجلك ويريدني الله ان اقول لك ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العتيقة قد ماضت واذا الكل قد صار جديدا وقلت شيء مثلا اعرف انك عذراء لكن اذا لم تكني عذراء فستكونين كأنك عذراء يا الهي اعتقد اني ساتقيا وقلت حسنا لقد جئت لاخبرك بشيء لا الامر ليس كذلك انا اسفة جدا انا لست عذراء ونظرت الي وامسكتني من كتفي ونظرت الي وقلت ان كان الله يدعوك عذراء فمن نحن لندعوك بغير ذلك واذكر انك في تلك اللحظة ازلت كل عاري لكن اذكر ايضا اني ايقاظت نشاطي الجنسي بالشهوة وليس بالحب فعندما دخلت الى الزواج حيث اردت ان احب لم اكن اعرف كيف لاني كنت اعرف ان الجنس شيء سيء وخاطئ ومحرم وفجأة اصبح جيدا ومفرحا وطقيا لم اكن اعرف كيف اقوم بهذه النقلة كان امرا صعبا علي وكان علي ان اسمح لله بان يشفي نشاطي الجنسي وان يخمده في بيئة الشهوة حتى يمكنه ان يوقظه في بيئة حب وكان لديك تحديات ايضا حسنا لقد حفظت نفسي لكني في الواقع لم احفظها في رأي يسوع لم اكن مؤدبا اذ كنت مستعبدا للمواد الاباحية واحضرت هذا الى زواجنا ظننا ان زواجنا سوف يمحيه لكن لم يحدث هذا ورغم انني حفظت نفسي لزوجتي اثر ادماني على قدرتنا على الاستمتاع ببعضنا جنسيا لذلك في الثلاثي اعتقد الثلاثي زيجات الاولى ثلاث زيجات ااسف الثلاث كم مرة تزوجت هناك امر لا اعرفه اطمئني اشعر بتحسن خلال الثلاثي سنوات الاولى من زواجنا كانت هذه مشكلة كبيرة في حياتي وزواجي بامرأة جميلة ولازلت جميلة في نظري لم يحل المشكلة ثم ادركت انها مشكلة حقيقية وفي عام اربعة وثمانين كنت اقود سيارة الكنيسة لاؤصل احد اعظم رجال الله في جيلي ليستر سامرول التحريري التحريري وفتحت قلبي اليه وقلت انا مستعبد للمواد الاباحية والعادة السرية فقال يجب ان تكف عن هذا فقلت حسنا لكن هل لا صليت لاجلي فصلى لاجلي ولم يحدث شيء كان هذا في خريف اربعة وثمانين وفكرت ان ابحث عن شخص لديه موهبة تحرير اقوى ولكن مجد واذكر ايضا اذكر انه قال لك هل تعلم كم شابا يخبرونني بانهم يصارعون مع نفس الشيء نفس الشيء كان هذا عام اربعة وثمانين خريف اربعة وثمانين وفي ربيع خمسة وثمانين اذكر رجلا اخر محترما خادما اعطاني شقته لاربعة ايام فذهبت وصمت وصليت قلت يكفي هذا يا رب يجب ان اواجه هذا الامر وتحررت تماما في ستة مايو خمسة وثمانين اذكر التاريخ اذكر كل شيء واذكر اني كنت في حيرة يليسة لان شهورا كانت تمر وانا اسير في الحرية وقلت لا افهم يا رب لماذا لم اتحرر بصلاة الدكتور سامرول لماذا بعد تسعة اشهر ولفت الله انتباهي الى حياة صلاتي كنت اصلي دائما يا رب استخدمني 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 كانت صلاتي مرتكزة على اهتمامي بان لا تمنعني هذه الخطية من الخدمة حدث تغيير حقيقي في طريقة صلاتي واصبحت يا رب اريد ان اعرفك لا تسمح بان يقف اي شيء بيني وبينك واراني الرب انه في كورينثوس الثانية سبعة يقول الحزن العالم ينشئ موتا ودينونة الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ خلاصا اي تحريرا حزن العالم يقول ماذا سيحدث لي لن استمر في الخدمة ماذا سيكلفني نعم الحزن المقدس يقول انا اجرح قلبك اريد ان اتوقف اراني الله ان هذا التغيير في صلاتي هو الذي ساعدني لاتحرر وهناك امر مهم اصبحت علاقتنا الجنسية افضل كثيرا لكن لاحظت ان علي ان اهرب اجبر نفسي على الهرب من المواد الابحية والشهوة لمدة سنتين بعد التغيير لكن قبل ذلك لم استطع ان اهرب وكأنها كان لديها سلطان علي لكن بعد ذلك اصبح لدي القدرة على الاقل ان اهرب وكنت الاحظ اني كنت ادير رأسي اه يا الهي كان العدو يحاول ان يرجعني انا واثق من ذلك لكن بعد سنتين تجدد عقلي وفاهم قلبي لان ما حدث هو اني بدأت ارى الفتيات في المواد الابحية بدأت اراهن كبشر ليس كادوات للجنس ليس كادوات للجنس انها ابنة لرجل ما وهن مخلوقات على صورة الله والان استطيع ان اقول بكل صدق امام كل الرجال انا الان انفر من المواد الابحية اذا ابرقت امامي اوف ولكن الامر تطلب سنتين من الهروب ثم ما ادركته هو ان فراش الزوجية اصبح رائعا وكل ما تخيلته اصبح يحدث هناك لكنه لم يكن غريبا كما كنت اتخيله ان كنتم تفهمون قصدي لذلك الناس يخدعون انفسهم بالانخراط في المواد الابحية فيحرمون من العلاقة الممتعة والاكثر من ذلك انني تكلمت مع سيدات وقلنا لي انهن جلسنهن وازواجهن مع مشيرين مسيحيين قالوا لهما انهما يجب ان يشاهدان الافلام الابحية معا هذا يرعبني وان هذا سيزيد رغبتهم الجنسية مشيرون مسيحيون مسيحيون نعم اقدم احصائيات اليكم الاحصائيات مستعدون هناك 430 مليون موقع اباحي على الانترنت هذا يعني انه من الممكن ان تحدث 32 الف خطية زنة كل 30 ثانية حين اقول خطية زنة اعني هذا لان يسوع قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه هذا زنى لا يهمني نوع الزنى انا لا اريد ان يكون في حياتي اي شيء يمت بصلاة للزنى لان الزنى يدمرني لان الكتاب واضح جدا ان كل خطية عواقبها خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ الى جسده هو بذلك لديها رباط مثلوث عليك الروح والنفس والجسد الخطايا الاخرى ربما تكون على جسدك او على نفسك فقط لكن هذه الخطيئة تضفر نفسها في الثلاث نواحي جميعا انها قوية لنقرأها في كورينثوس الاولى 6-18 نعم اريد ان ارجع الى تلك المقولة لم يمر مثل هذا الجيل في هواسه بممارسة الجنس رغم ذلك يوجد القليل من الحب والكثير من الشهوة والشهوة في الواقع تتلف العلاقة الحميمة سمعتم ما قاله جون انه حين استطعنا ان نبعد هذه الامور عن طريقنا عزز ذلك علاقاتنا الجنسية فعلا واردت ان اقول ايضا ان الامر ليس له اي علاقة بشكلك او الشكل الذي تنظر الي الامر هو انت مع من انت مع شخص يمكنها ان يقدم حياته من اجلك مع شخص يلد اطفالا لك انت تبني مراثا جنسيا يجب ان نفهم ان العالم يقول هيا اخلع ثيابك استمتع بكل شيء وانت شاب سيسوء الامر لكي نكون صادقين معكم نحن في الخمسينات ونستمتع بالجنس الان اكثر مما كنا في العشرينات هذا حقيقي هذه هي الحقيقة نحن مرتحين اكثر مع بعضنا البعض ومنفتحين اكثر مع بعضنا البعض لذا كل ما هو افضل لازال امامكم والاسوء اصبح وراءكم اذكر حين كان اديسون في شهر العسل اظن اني ارسلت له رسالة قلت فيها شيء مثل تذكر هذه اسوء علاقة جنسية ستقوم بها لان هناك الكثير من الضغوط عليهم فحين تتزوج علاقة مبنية على الاداء تجد الناس في كل مكان ينظرون اليك تشعر وكأن الناس في المسعد يقولون نعرف ما تفعلونا اذكر مرة كنا في الطائرة وقلت توقف عن اخبار الناس باننا متزوجان سيعرفون اننا سنمارس الجنس الليلة كان الامر بشعا وغير مريح ولا يفترض ان يكون هكذا في الواقع من المفترض ان يكون امرا كل فعل فيه يضيف كرامة لزواجكم ويضيف سموا لزواجكم ويضيف حميمية لزواجكم الله يحب هذا؟ يعشقه يعشقه هو من اخترعه هو اخترعه كل ما يصنع الله يفسده العدو نعم فيقلب الامر اللي يجعلنا بدلا من الحميمية يجعلنا ننسحب ونقول انت لا تكفيني او انت وحدك لا تكفيني اريدك ان تأخذ الفياجرة او اريد معك لعبة جنسية او اريدك ومعك فيديو او انا لا اكفيك فما يحدث هو ان تتكون هناك مقارنات ومفارقات كثيرة بين الواقع والخيال الحقيقة هي ان شكلنا انا و جون كان اجمل من دون ملابس ونحن في العشينات عما نبدو الان ولكننا نستمتع من دون ملابس في الخمسينات اكثر واحد من اهم الاسباب اريد هذا ايجابيا كنا تحت ضغط كنا تحت ضغط الثقافة فالثقافة تقول يجب ان يكون ادائك مميزا لذا في سنة زواجنا الاولى كنت افكر يجب ان يكون ادائي مميزا لكن الان ليس عليها ان افكر بهذا الشكل يجب ان تفكر حسنا لا انا امزح لما تقول هذا انت رائع بمعنى اخر الدافع هو الحب اشعر انا احب هذه المرأة جدا لا اريد ان امارس الجنس مع اي شخص غيرها احب هذه المرأة فقط نحن نفعل ما خلقنا لنفعله معنا الامر ليس ادائك انه تعبير تعبير كامل روح ونفس وجسد عن حبي ليسا وعن حبها لي اذا الاداء الان ليس مسيطرا كما تتخيلونه ولكي اكون صريحا معك عندما اقيم علاقة معك الان يكون هدف الاول هو ان اجبعك وعندما افعل ذلك اشبع انا لذا اظن انه يجب ان يكون هذا هو هدف كل رجل وهو يقيم العلاقة لهذا السبب اظن انه يجب ان يكون هناك تبادل معلومات عما سيحدث في العلاقة لانه ربما تكون هناك امور معينة غير مريحة بالنسبة لأحدكم والاخر يريدها فان كان شريك حياتك غير مرتاح لامر لماذا تصر عليه اليس الهدف هو ان تعطي شريكك وقتا ممتعا يبدو لي انك تريد ان تأخذ شيئا من هذه العلاقة اؤمن ان العلاقة الجنسية الصحيحة الصحية بين الزوج والزوجة تحدث حين يهتم كل منهما باسعاد الاخر بالضبط اول مكان ستظهر فيه مشاكلكم هو فراش الزوجية نعم لان هناك يكون الشخصان عرض للانتقاد فان كان هناك ضغط او مواضيع عليقها او عدم غفران تجد الزوجة تعطي زهرها لزوجها لا تلمسني بقدمك سيكون هناك تصدع في الفراش لكن ان كان هناك مشاكل في زواجكم ضغوط خارجية لكن فراشكم ملاذا تستطيعون تهدئة كل العواصف العواصف الموجودة داخل زواجكم هي التي ستدمره ليس العواصف الخارجية كثيرون لا يفهمون هذا الامر كنت تنوي قراءة كورينثوس الاولى ستة ثماني عشر من ترجمة نيو ليفينغ تقول اهربوا من الزنا كلمة اهربوا هذه تتكرر بهذا المعنى مرة واحدة فقط وهي عندما هرب لوط وأسراته من سادوم والهرب معناه ان تجري في رعب دون ان تنظر ورائك نعم اهربوا من الزنا اجري في رعب لانها لديها القدرة ان تدمر حياتك يقول انه ليس هناك خطيئة تؤثر على الجسد بشكل واضح مثل هذه الخطيئة الاخلاق الجنسية السيئة هي خطيئة ضد جسدك فلا تقول اه حسنا اظن بل تهرب لقد تكلم جون عن المواد الاباحية اذكر حين كنت صغيرة كان لدي صديقة دع مارسي كانت جارتي وكان والدها لديه مجلة بلاي بوي وهي تعتبر عادية بالنسبة لهذه الايام لكن بطريقة ما وسط بيتها الكبير انا وهي عندما قضيت ليلة في بيتها بطريقة ما وجدنا تلك المجلة وخبأناها في ملابسنا وجرينا وتفرجنا عليها واذكر كيف تسببت فجأة في تشويه نظراتي كطفلة لجسمي ولجسم امي ما هذا الذي يفعله الناس لماذا يخلعون ملابسهم كنت متحيرة جدا واذكر ايضا ان والدي كان لديهما شيئا مخبأ في حجرتهما واذكر اني كنت ارعى اخي وكنت اشاهد التلفاز وفجأة شعرت يجب ان اذهب الى ذلك الدرج وذهبت الى الدرج وفتحته وبحثت فيه ووجدت كتابا اباحيا اقول هذا لان السيدات الان يقرؤون مثلا خمسين الزلا رماديا هذا كتاب اباحي ربما ليس فيديو وليس صورا لكنه اباحي وسيحارب قدراتك على ان تحصلي على علاقة حميمة مع زوجك وان تصنع روابط مع شريكك تظل مدى الحياة لانك دائما ستقارنين والمقارنة كما يقول ثيودور روسفلد تصرق السعادة لان تحصلي على السعادة في زواجك في وجود المقارنة نعم وهو امر غير صحي لانهم يقولون ان الشباب اليوم يأخذون الفياغرا لانهم مربطون للغاية بالصور الجنسية والمقاطع الجنسية التي يشاهدونها على الانترنت لدرجة انهم لا يقدرون ان يتجاوبوا مع زوجاتهم لذا فانا تفسد الناس الدكتورة كارلون ليف تقول ان هذا الامر يدمر العقل كله اذا حين تقطئ ضد جسدك انت تجرد نفسك من القدرة على عمل علاقة حميمة صحيحة انت الان تعيش عالما مصورا وكورينثوس الاولى 6.16 تقول العلاقة الجنسية ليست فقط جسم مع جسم بل هي سر روحي اكثر من كونها حقيقة مادية هل اقرأ هذا ثانية العلاقة الجنسية سر روحي اكثر من كونها حقيقة مادية كما هو مكتوب يصير الاثنان واحد هذه حقيقة علمية عندما تنام مع شخص ما فانت تنام مع كل من نام معهم هذا الشخص خلال السبع سنوات الماضية هذا مثبت علميا حين عمل الله الجنس قال سابدع شيئا منتعا يجعل شخصين يظهران حبهما لبعض بحق ويربط بينهما ويخلقوا جسدا واحدا فيكونان واحدان في الروح والنفس والجسد فقال العدو سأفسد هذا وسوف أفتتهم بحيث لا يقدرون أبدا أن يرتبطوا بشخص واحد فقط لقد ذكرت الإباحية ونحب في إرسالياتنا أن نتصدى للتجارة في البشر لكن إذا قرأت الإحصائيات تجد أن مشاهدة الرجال الأفلام الإباحية حتى لو قليلا تقنعهم بأن الإغتصاب ليس جريمة ويبدأون في النظر إلى الأطفال في ضوء مختلف تماما كثيرون يقولون كيف يمكن أن يمارس شخص الجنس مع طفل حين تشاهد الفن الإباحي تأثيرك الخطيئة وتجعلك تفعل أشياء لم تكن تريد أن تفعلها أبدا هذا مخيف جدا جدا إنها الأكثر مشاهدة على الإنترنت حتى وقت قريب إلى أن فاقتها مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر مشاهدة أكثر ما يبحث الناس عنه في الإنترنت العالمي كله هو المواقع الإباحية ويوجد 430 مليون موقع حسنا اسمعوا مكتوب في الأمثال أحب هذا اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك أحب هذا بئرك هل ترى كيف أن الله دائما يتكلم عن الشخص المتحد معك بئرك هل يجب أن تفيض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوالع بمعنى أن الأمر يخص الشخص المتحد معي ولا يخص غيره لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك أليس هذا شيء رائع؟ يتكلم الله حرفيا عنك واحد هنا لتكن لك وحدك نحن واحد جسد واحد هذا هو السر العظيم الذي يتكلم عنه الكتاب هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية؟ ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org وما يلي سيثبت لكم أني لا أقطع الكلام من سياقه ليكن ينبوعك مباركاً وافرح بامرأة شبابك عندما يقول بئرك يتكلم عن الشخص المتحد معك امرأة شبابك الضبية المحبوبة والوعلة الزهية ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائماً أرأيتم الله يريد هذا وبمحبتها اسكر دائماً فلما تفتن يبني بامرأة محرمة وتحتضن زانية لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله افهم هذا الله يعرف ما تفعله في الخفاء في الظلام حين تظن أن لا أحد يراك فلماذا تريد أن أول كل شيء تدمر نفسك تدمر وحدتكما؟ لا تستهن بهذا انظر إلى الأمر كالسم اجري في رعب انظر بنظرة الله أحياناً ما لا يتحرر الناس من الخطيئة لأنهم لا يدركون خطورتها لذا ما نأمل أن تخرجوا به من هذه المحاضرة هو أن تفهموا أن السمح لأنفسكم بأن تفيدوا في الشوارع هي خطية خطيرة ضد أنفسكم ما هو مقدس بين شخصين يتلوث أمام الآخرين لذا يجب أن يتم باحترام شديد هذه وصية من الله يقول في عبرانين 13 أربعة ليكون الزواج مكرماً عند كل واحد والمطجع غير ناجس لأن الله سيدين العاهرين والزناء وهذا مهم لأن كثيرين يعوذون في راشة زوجية غير ناجس يمكنكم أن تفعلوا ما تريدون عليه لكنها ليست آية شاملة حين تقرأ هذا في سياق الأفعال وتقرأه في سياق الكلمات نحن نجزئ هذا نقول ليكون الزواج حال كون الشخصين متزوجين مكرماً يتضمن هذا أن يكون له قيمة ممتازة ويكون غالياً وثميناً عند كل واحد والمطجع رمز العلاقة الجنسية والأعمال الحسية والحياة الجنسية غير ناجس نقياً من الانتهاك الجنسي لأن الله سيدين العاهرين الذين يمارسون الأنشطة الجنسية المحرمة سواء رجل أو امرأة وهؤلاء غير الزنا وهذا معناه أن هناك فرق بين من يمارس أنشطة جنسية محرمة وبين الزاني ربما نقول نحن متزوجان ومطجعنا غير ناجس دعنا نحضر أفلام الإباحية إلى مطجعنا لا بهذا نحن ننجس مطجعنا ونهين كرامته نريد أن نؤكد على هذه الكلمة المطجع يجب أن يكون مكرماً له كرامة هناك الكثير من الأنشطة الجنسية التي تبعث على السؤال هل يكرم هذا الرجل؟ هل يكرم المرأة؟ هل يكرم هذا عطية الجنس؟ احفظوه من الأنشطة المحرمة ومن الفن الإباحي ومما يهين الجسد إذن الزنا والعهارة والمثلية والفسق كل هذا ينتهك خطة التكوين رجل واحد، امرأة واحدة، قلب واحد أصبح جسداً واحداً قال بولوس في الأيام الأخيرة ستتغير رؤيتنا للجنس قال بولوس في رميا واحد لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضاً تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكوراً بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق تذكروا قطية الجسدية هي ضد الجسد إذن الرغبة غير الطبيعية والفحشاء هما ناتجان عن الثقافة التي تستبدل حق الله بالكذب فحين نعيش اليوم في ثقافة تقول لله أخرج من هنا نريد أن نعيش بطريقتنا وهي الثقافة التي نعيش فيها المجتمع فما سيحدث هو وهو ما لم يحدث من قبل أن ما هو غير طبيعي بالمرة ما قد أفسد تماماً يصبح الآن مقبولاً للكثيرين ويكشر الناس حين يسمعون كلاماً ضده نحن ننجرف إن هذا دليل واضح على الانجراف بعيداً عن قلب خالقنا لذا أنا لست هنا لأخبركم ما يقول المجتمع إنه صحيح أو خطأ بل لأخبركم بما قصده الخالق لنا في الأصل وما هو جميل ورائع وبديع ومشبع يفسد الآن والناس الآن لا يستطيعون أن يستمتعوا بالجمال الذي قصده الله للمتزوجين بسبب ما يفعله مجتمعنا الحقيقة هي أنه يمكنك أن تتحرر من قيود المثلية الجنسية والأفلام الإباحية والأنشطة المحرمة والزنة يمكنك هذا لكن ستطلب الأمر مجهوداً ستطلب مجهوداً لذلك يقول الله احفظ نفسك لكن الله رحيم تأتي رحمته على حياتنا وتأخذ العطيق وتجعله جديداً يمكنه أن يجددنا لكن هذا يعتمد على تصميمك يجب أن تقول سأتمسك بوعود الله وسأترك ثقافة هذا العالم أنا أدرك يا جون أننا نعيش وسط مجتمع يقول لا تحملني عارك لن أتحمل هذا العار أنا تحت النعمة لكن الحقيقة عندما تبدأ تقول أن الأشياء المعيبة ليست معيبة حين تبدأ تقول حسناً لا أريد أن أشعر بالعار لذلك سأتعامل مع الأمور كأنها عادية أنت تسمي الشر صلاحاً والصلاحة شرعاً بالضبط يجب أن نصمم ونصمم ونرى ما يريده الله لزواجنا ونستمتع بكل الأمور الرائعة لدينا بعض الآيات هنا وآيات كثيرة في الكتاب لكنك يجب أن تتخذ قراراً أنت قررت ألا تنظر مزمور 101-3 لن أضع أمام عيني أمراً رديئاً وأيضاً يقول الله لحسقيال هل تنجزتم بطريق أباءكم وزنيتم وراء أرجاسهم؟ حسقيال 20-30 كان هذا نمطاً ومشكلة بالنسبة لشعب الله لمدة طويلة جداً نعرف أنه حين كان بني إسرائيل يستعدون لدخول أرض الموعد نعرف كيف شجعهم بالعام أن يدخلوا النساء يخلقوا ثقافة عهارة لأن ما تقوله ثقافتنا نعم يمكنك أن تقول أنك تعبد الله لكننا نريدك أن تتصرف مثلنا توقف عن التصرف بطريقة مختلفة حسناً نحن مختلفون ولا أعرف ما الذي شاركت فيه في الماضي أو من شكل لك الجنس لكني حقاً وصلت إلى مرحلة فيها أنا وجوم معاً قررنا أن نصمم بإسرار وأمسكنا بأيدي بعضنا وقلنا يا رب نحن نريد أن نكرمك نريد علاقة حميمة نريد أن نكرم بعضنا يا رب نريد أن نفعل أموراً تجعلنا نقول يا رب أنت عظيم جداً لأنك أعطيتنا هذه العطية نريد أن نكون ثقافة تقول بأن ما بدأناه جنسياً في العشرينات نستطيع أن نحتفظ به في السبعينات لا نريد أن نقلق من مظهرنا أو لياقتنا البدنية نريد أن نكون قادرين على فعل هذا طوال عمرنا لأننا بنينا مراثاً تعرفون ما أتحدث عنه لا نريد أن نجرح أنفسنا يجب أن نصلي بالطبع من أجل المتزوجين وغير المتزوجين أي شخص لديه تحدي أو خطية في هذا الأمر أحب أن تختم بهذه الآية لأن هذا هو الهدف كله يقول بولوس فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح نعم بالضبط إذن يمكننا أن نحضر هذه البساطة التي في المسيح إلى غرفة نومنا ولا يحبس يسوع خارجا بل يدخل سيحب هذا يدخل آمين أبانا في اسم يسوع أصلي من أجل كل شخص يسمعنا أبانا سواء أكانت أفلام إباحية أو مثلية جنسية أو عهارة أو زنة أي نوع من الجنس المحرم أو جرح بسبب إساءة أو اغتصاب أو أي نوع من العنف نكسر سلطان العار من على حياتكم الآن في اسم يسوع نكسر سلطان الفساد الأخلاقي من على حياتكم في اسم يسوع نتكلم في اسم يسوع إلى هذه الظلمة وهذه القيود نحن نمزقها باسم الرب يسوع المسيح الناصري ويا أبانا نصلي الآن أن يكون هناك صحة وشفاء في فراش الزوجية وبنسبة لغير المتزوجين أصلي يا إلهي من أجل استعادة النقاء ليبدأوا في السير بطهارة عذراء عفيفة كما فعلت مع عليزا منذ سنوات بعيدة ليغسلكم دم يسوع المسيح ويغفر لكم ويعطيكم بداية جديدة اليوم في اسم يسوع نصلي آمين ويا أبانا أصلي لكل ابن وابن نشط الجنس لديهم في وسط كابوس ليلي أبانا أشكرك في اسم يسوع لأنك بينما يعبدونك ستبدأ تغني لهم وتجعل ما نشط بطريقة خطيئة يرجع إلى نومه أشكرك لأنك ستعيده إلى النوم لينشط مرة أخرى في عالم الحب وعالم الأحلام في اسم يسوع في اسم يسوع آمين موسيقى اشتركوا في القناة 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 وفكراً واحداً كما أنك أنت أيها الآيب فيي وأنا فيك ليكونهم أيضاً قلباً وفكراً واحداً معنا ليؤمن العالم أنك بالفعل أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعطوا العالم الشرير دليلاً أنك أرسلتني وأحببتهم بنفس الطريقة التي أحببتني بها طالما وجد الإنقسام لا يوجد دليل على أن الله أرسل ابنه لأنه أحب العالم ويجب أن نفهم أن حبنا بعدنا لبعض يعلن مجد الله لهذه الأرض يقول أحبهم ولن نرى مجد الله وقوة الله لا أعرف رأيكم ولكنني لست سعيدة بما أرى أنا لم أؤمن بالمسيح لأصبح متكلمة أنا لست سعيدة بما رأيته وأنا واجون لدينا جوع لشيء أعظم مما رأينا لذلك سنعيش بالشكل الذي يباركه الله وحيث يمكنه أن يسكب قواته ومجده لأنه حين ننقسم لن يسكب مجده ولا قواته هذه هي المعركة أن نكون واحدا نحن جسد واحد لكن هل نسير كواحد يظهر هذا في طريقة كلامنا وما نصلي لأجله وما نؤمن به ما يخيف العدو هو زوج وزوجة يتحدثان كواحد يتحدثان بلغة السماء كل الأمور التي اتفقنا فيها أنا وليس حين كنا نتفق معا كانت تزدهر وكنا نرى معجزات تحدث وأي أمر لم نكن نتفق فيه كان عبارة عن صراع لم يكن فيه إثمار هدف العدو هو أن يجعلنا منقسمين أن يجعل زواجك منقسما فلا تتكلم كواحد ولا ترى يا إثمارا السيادة التي يريدها الله لكم إذن المعركة الحقيقية هي أن نظل واحدا نسير كواحد ونتكلم كواحد نحن لم نفهم هذا في البداية لأني أردت أن يفكر جون مثلي وهو أرادني أن أفكر مثله ولكننا قلنا في البداية أن تشابه لا يعني الوحدة الاختلاف يعني الوحدة لذا كان علينا أن نتعلم كيف نحب بعضنا بطريقة صحيحة وأن نبني قوة بعضنا البعض لقد فعل جون هذا معي في بداية زواجنا عندما تزواجنا كل ما قدمته هو بشرة برونزية وقوام جيد كنت ألمع ليس بسبب البيرة وكان جسمي مجدودا فقط كان شكلي جيدا ولكني لا أعرف كيف أسلك جيدا لا أعرف كيف أطبخ ولا كيف أكون أما لكن جون قال أراهن أنها ستكون حكيمة وستكون رائعة في الحسابات المادية وستكون طقية وستفتح حياتها ففكرت لحظة لحظة ليس لدي فكرة عن أي شيء من كل هذا لكن قبل أن يكتشف أنه تزوج بصدفة فارغة سأخضع لكلمة الله وسأسمح لكلمة الله أن تبدأ في تكوين ما يعلنه الحب علي هل تعلم أن الله يعلن الحب على كل واحد فينا بطريقة رائعة؟ أنا أؤمن أنه بقدر الظلام الذي أصبح في العالم نحتاج أن نقول لماذا يهاجموني الزواج لا أحد يهاجم ما لا يهدده العدو يهاجم معنى الزواج لأنه يدرك أن قوة الزواج تخلق قوة المراث تخلق قوة العلاقة مع الله لذا كان علي أن أغير طريقة كلامي مع جون هو كان يبنيني لكن أنا كنت أهدمه كنت أقول أنه يسافر والناس يصفق له ويشترون كتبه حين يرجع المنزل يجب أن يغير حفاظات وتتسخ يده ويشتري الخضروات يجب أن يعيش في العالم الواقعي كل هذا مهم كان يجب أن يساعد لكن الحقيقة لم يهتم بما يقوله الآخرون لم يهتم بمن يصفقون له في الطريق صحيح أراد أن يعرف ماذا أقول أنا له عندما يرجع إلى المنزل وأنا لم أكن أشجعه ولم أكن أحتفي به كنت أفكر لماذا يتحدث عن نفسه كثيرا الرجال يتحدثون عن أنفسهم إن لم تتكلمن عنهم إن تكلمتم عنهم بما يكفي لن يتكلموا عن أنفسهم الرجال يحبون الاحتفاء بهم والنساء يحبون الشعور بأنك تحتاجها فقلت سوف أسحبك إلى الأسفل سوف أتحكم فيك وأنت في هذا المستوى ثم أدركت أن هذا خطأ كان يستحق أن يحب بطريقة يفهمها حاولت أن أجبره لتصبح لغة حبيه مثلي لغتي هي لغة حب يسوع أعمال الخدمة والوقت لكن لغة حب جون هي مثل معظم الزكور كلمات التشجيع والتلامس الجسدي فقلت تعال إلى عالم يسوع فيقول لا هذا ما أفهمه لكنها كانت مشكلة بنسبة لكل منها لأني أظل أقول أنت جميلة أنت رائعة أنت حكيمة أو حين تقترب مني في السرير أقول أنت لم تساعدني اليوم هذا صحيح وهي لم تكن تقول أني وسيم أو أني أميرها بل كانت تعد لي وجبات رائعة وكانت تقول لي أنا أقصد أنها كانت تقول أحبك ولكني لم أفهم بسبب اختلاف لغة الحب إن تكلمت معك باللغة العربية في حين أنك تفهم الإنجليزية فقط فلن تفهم ما أقوله لكن إن كلمتك بالإنجليزية ستفهم لو لغة الحب التي أفهمها هي كلمات التشجيع وتكلمني بأعمال الخدمة هناك خمس لغات للحب في كتاب جاريت شابمان الهدايا هي ليست لغتنا المشتركة فنحن لا نحب الهدايا الهدايا أعمال الخدمة الوقت كلمات التشجيع والتلامس الجسدي لغتي هي كلمات التشجيع والتلامس الجسدي إن لم تكلمني بهذه اللغة لا أفهم أنها تريد أن تقول أحبه كان علي أن أقولها عن قصد وكانت تبدو بشعة في البداية نعم شكلك جيد فتقول تقولين ذلك لأنك لأنك تعرفين أني أريد ذلك فأقول هذا صحيح وكأني أقول أشعر أنه ليس من المفترض أن تسمع ذلك لكن حسنا سأقول شكلك جيد ثم بدأت أستمتع بهذا الأمر جدا بدأت أشعر أنه صحيح لأنه كان يفرح به جدا وكان أسهل بكثير من تصليح القرديو لقد أمتعني هذا نعم أمر سهل جدا نعم جديا ثم بدأت بدأت أفعل هذا أمام أولادي أثناء الغداء مثلا أقول كلاما يجعلهم يشعرون بالضيق انظروا إلى والدكم يا إلهي لا أعرف لما لم أحمل عشر مرات إنه قوي وجذاب فيقولون ليس أمامنا أنتم غريبان جدا وقد أسعدني هذا وكان لسان حالي اطلبي مني أي شيء نعم بالفعل أقصد هذا كل ما عليك فعله أنا ملكك عندما فعلنا ذلك كان هناك أمران مفروغ منهما واحد زوجي رجل رائع اثنان يسافر كثيرا وهذا يعني أنه يبتعد عني كثيرا وإذا امتنعت عن تشجيع زوجي ولم أقل له كم هو مرغوب بالنسبة لي ربما في إحدى سفرياته في وقت ضعف تطرق امرأة أخر باب غرفته في الفندق وأكون قد تركته غير محصن لكن الآن إذا جاءتني امرأة وقالت أنت مثير أقول أعرف زوجتي تقول هذا رحلي نعم نعم يقول أنا لا أحتاج أن أسمع هذا منك لأنني أسمعه في البيت نحن نحمي بعضنا حين نحب بعضنا بطريقة صحيحة وأيضا بمتح زوجي أمام أولادي أأمل أن أكون قد قدمت نموزجا للطريقة التي يجب أن يعملوا بها ما أريده هو أن يحصل أولادي على زوجات تشعر بأنهم أروع رجال على وجه الأرض وأن يروا زوجاتهم أجمل لساء الأرض بالضبط لذلك شعرت بأننا نحمي ونبني ونقوي بعضنا ونقدم قدوة لكن هناك من يقول لكن هذا يبدو سخيفا بعض الشيء لا لقد كان له تأثير رائع على زوجي ولأنه كان أمرا سهلا لذلك زننته سخيفا وأنا وجون شخصان مختلفان تماما نعم بالفعل نحن مختلفان جدا جدا جون كالصورة الأبيض وإسود ولكي أكون صادقة أحب ذلك لم أتساءل أبدا ترى ماذا سيكون موقف جون من هذا الأمر أعرف موقفه لأن مبادئه ثابتة لكني لست رمادية أنا أقلام التلوين في علامه أنا أدخل وهو يرسم الخطوط فأقول له حبيبي هذا واضح ولكنه ممل لذا علينا أن نضع لونا منسجيا هنا وألونها لديه عم ألوان لذا علي أن ألون علامه الرجال والنساء لديهم نقاط قوة مختلفة تريد أن تتحدث عن الرجال هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصا تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعيضات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org الرجل يحضر البناء يحمي البيت ويحضر قوة خارجية ويزيد هذه القوة لكن المرأة تحضر إذن الرجل يحضر البناء أو الهيكل وهو مثل خطوط كتاب التلوين والمرأة تحضر شيئا يدعى غذاء الهيكل بدون الغذاء ميت والغذاء بدون الهيكل لا يمكن أن يتكاثر عندما كان أولادنا صغارا استثمارنا أموالا كثيرة على لعبة المكعبات لأننا كنا نريد أن نكون الأجداد المفضلين وكنا نريد أن يأتي أشر وصفي إلى بيتنا ويكونون المكعبات هذا رائع فعندما كان أولادنا صغارا كانوا يبنون بالمكعبات كانوا يبنون أبراجا وأشياء يمكنهم أن يهدموها وعندما يرجع جون بعد سفره كان يتصل من المطار ويقول أنا في الطريق وكان يقول أنا أحبك لكنك لا تدركين الوقت أعرف أن الأطفال يجرون في المنزل بنصف ملابسهم وأعرف أنك لم تستحمي بعد أمامك 45 دقيقة قبل أن أترك الباب لقد بدأ العد التنازلي فأقول يا إلهي أباكم في الطريق وكنت أعجز عن الحركة ويبدأ الأطفال في الجاري وأنا أحاول أن أكون في وضع لا يهدد صحة الآخرين ويحاول الأولاد أن يبنوا شيئا أو يلونوا شيئا فكانوا يبنون أبراجا بالمكعبات لأبيهم ثم يدخل وينظر إلى الأبراج ثم كانوا يحبون ولم أكن أفهم هذا قبل أن أنجب أولادا أن يكون هناك فائز وخاسر لا يؤيد هذا ثم يقول هذا أطول برج وأنت ستكافأ ثم يسحب الأولاد سيارة ويجعلها تصطدم بالأبراج فكانوا يبنون عليا ثم حدثة ذات مرة وكانت مرة واحدة تركت صديقاتي ابنتها عندي الفتاة لم تبني أبراج بل بنت حجرات وضعت المكعبات على الأرض وصنعت أسرة وكراسي وطاولات وصنعت أشخاصا كان أولادي ماهرون في قيادة سيارات بلا أشخاص لماذا أشخاص؟ نعم ولم يفكروا أبدا في اللعب بعرائسها لماذا جاءت هذه الأشياء عندنا؟ كانوا يراقبون الفتاة الصغيرة التي كانت تجعل الأشخاص يتفاعلون معا جعلتهم يمزكون أيادي بعض وأثناء مراقبة أولادي جعلت أثنان من تلك المكعبات يقبلان بعضهما فصرخ أولادي لا يا إلهي يجب أن نحرقهم لكن في الحقيقة في بيت الله لدينا هياكل بلا غذاء البعض يجب أن يناموا والبعض يمسكون الأيدي والبعض ربما يحتاجون إلى التقبيل نحتاج إلى ترابط في بيت الله إذن الرجل يحمي البيت لكن المرأة تحمي القلب الرجل لديه قوة خارجية لذا يحيط بها حتى تقدر قوتها الداخلية أن تزدهر لقد أرضعت كل أولادي حتى طلبوا مني التوقف لن نفعل لك هذا بعد الآن لقد تخطينا سنتين لكني أذكر أني كنت أشعر بالقوة وأنا أحملهم في حضني جون لم يحتضنهم كان يلقيهم في الهواء ويأرجحهم حول رأسه ويدفعهم على رجليه كان يحاول أن يفتح عالمهم كان يقول أريدكم ألا تخافوا الحياة رائعة وأنا لا أبقوا في الأمان في حضن أمكم ارضوا حتى عمر العشرين أنا أنزح لم أقل هذا حسنا هذا هو الفرق نحتاج أن الرجال والنساء يفعلون ذلك في بيت الله وفي بيوتنا إذن نحن مختلفان الأمر المهم هو أن ندرك هذا الاختلاف لكن نظل واحدا وهذا هو من نحاول أن نرجع به لبيوتنا لقد تزوجت بشخص مختلف عنك وهذا ليس سيئا هذا تكميل لك هذا من رأي الله إنه سيكملك فأنا لم أتزوج نسخة من جون بيفير بل تزوجت ليسا بيفير وقد تعلمت أن أفرح باختلافاتنا لكن الاختلافات لا تجعلنا منفصلين عن بعضنا البعض بل يجب أن تجعلنا أقوى كجسد واحد هذا هو ما نريد أن نصل إليه من هذه المحاضرة نعم سيكون هناك اختلافات وتحديات وكل الأمور التي تدعو للشجار لكن ابقوا واحدا في هدفكم فكروا لأن الكتاب يقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا ويقول أيضا اثنان خير من واحد إذا تزوجت هذا رائع لكن سيكون أمامكم مهمة هذا هو الخيط الثالث أنا وليزا مختلفان كثيرا دائما أبحث عن ما يجمعنا ما يجمعنا هو حقيقة أن كل منا يحب الآخر بشدة ونحب أولادنا لذا هناك مهمتان والثالثة هي أن كلانا مولود من جديد ونحب الله والرابعة هي أننا نخدم معا لقد رأينا أن هناك الكثير من الأسئلة عن ما هي أولوياتك هل الله أولا؟ هل الخدمة ثانيا؟ هل يمكن أن توضح هذا بما أنك ذهت موضوع؟ الله أولا لكن الله والخدمة ليس وحدا خدام كثر يقولون الله أولا والخدمة أهم من الأسرة لا الله أولا فإن أمرني بشيء وأسرتي لم توافق هذا مختلف لكنهم يضعون الخدمة قبل أسرتهم وهذا ليس قصد الله إذن علاقتنا بالله أول شيء ثم الزوجة ثم يأتي الأولاد ثم مهمتنا في الحياة التي ربما تكون في الحكومة أو عملا خاصا أو في التعليم عملنا هو الخدمة لدينا امتياز أننا نشترك في هذا الأمر معا إذا كانت الزوجة لنقل طبيبة والزوج يعمل عملا خاصا فلن يكون معا في نفس المجال لكن يمكن أن يقترب من بعضهما ويستمتعا ثم يجب أيضا أن تستجم معا لأن السبت هو أمر من الله وليس الناس والله يريدك أن تستريه أؤمن أن المتزوجين يحتاجون إلى راحة زوجتي تحب أمورا غير التي أحبها أحب لعب القلف هذا يريحني لكني أدركت أن ليزا لا تحبه فكان علي أن أبحث عن شيء نستجيم به معا لقد أحبت الدراجات البخارية فذهبنا إلى محل دراجات بخارية واشتريت دراجة كوازاكي نينجا لزوجتي واشتريت لنفسي دراجة بخارية وأقول الصدق قد كنت أكرهها ولكني اشتريتها لأنه كان وقت معليزة يجب أن تجد أرضا مشتركة لدينا أحفاد الآن سنختر الأأمن لقد تخلصنا من الدراجات البخارية ولكني دائما أبحث عن ما نقدر أن نستجم به أنا وزوجتي اشتريت زورقا جليديا ونركبه معا ونستمتع بذلك نحن نتقارب أكثر وهذا يفتح الباب للحديث عن أمور خلاقة للخدمة ولعائلتنا إذن وظيفتنا هي أن نتأكد من أننا مستمرين في الاتحاد أتفهمون؟ في جميع نواحي الحياة حين يتزوج اثنان يكون لديه أصدقائه وهي صديقاتها بدون أي ملتقى طرق الرجال بحاجة إلى أصدقاء والنساء إلى صديقات لاحظ أن زوجتي تتحسن صحتها مع صديقاتها وأنا أيضا تتحسن صحتي بلعب القلف مع أصدقائي لكن يجب أن يكون هناك ملتقى اجتماعي هذه إحدى خططنا لتتميم مهمتنا أرى أنه إذا ركزنا على أن نكون واحدا وحددنا أهدافنا سيحققها لنا الله بطرق معجزية إن اهتممنا بهذه الأولويات بدلا من أن نعيش حياتين منفصلتين ونحاول أن نحقق هدفا لمهمة زواجنا لذلك من المهم جدا أن تفكروا على كل هذه المستويات المختلفة كيف يمكن أن تظل واحدا وتنموان معا كواحد كنا نتحدث عن بداية موسمنا الجديد لقد أصبحنا جدود لدينا مهمة مختلفة مهمتنا هي أن نكون أصدقاء مرة أخرى لا يجب أن نكون أباء بمعنى أباء إذ إننا الآن جدود وما معنى هذا كنا نتحدث عن ذلك التعريف الذي نريد أن نضيفه إلى تعريف الخضوع هو تحت التكليف ذاته الخضوع يعني تحت التكليف أو الإرسالية ذاتها أنت تبني مع أشخاص مكلفين بنفس المهمة لذا فحين تعرف من هو الذي وضعك الله معه لن تحتاج أن تقلق على ما ستفعلونه من موجودة؟ إذن ستتبعها الماذا؟ لأن الشخص الذي معك هو الذي سيبنيك وسيعلمك وسيخرج أفضل ما فيك وفجأة سيأتي ما تنتظره وستنبهر الناس يسألوننا هل فكرتم من قبل أنكم ستفعلون ما تفعلونه الآن؟ فأقول لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك لكننا كنا نعرف مع من سنفعله المهمات مرتبطة بالأهداف لذلك الخضوع معناه لديكما تكليف تبنين مع زوجك لأنك لكما لديه تكليف تربية أبناء أطقياء أو ليصبحوا أبناء أطقياء في الواقع لكي تكونوا أبناء أطقياء وتربوا أبناء أطقياء مهمتك هي أن تكرم الله في كل اختيار تختاره سرا وعلنا هناك مهمة في حياتك وأنا وجون نريد أن نكون مؤثرين ومقنعين لأن حياتنا حين نكون في الطائرة أو وسط الناس أو في المطعم يأتي إلينا الناس ويطلبون أن يكونوا معنا لأن هناك شيء ما فينا يشرفهم ويؤثر فيهم وزوجي العزيز سألني سؤالا في أمثال 14 واحد ماذا يقول عن ما على المرأة أن تبنيه المرأة الحكيمة تبني بيتها بيتها نعم إذن ماذا يفعل الرجل الحكيم يبني زوجته لأنه حين تبني زوجتك ستبني هي البيت لذا على الرجل أن يبني زوجته وعلى المرأة أن تبني الرجل وأثناء ذلك تتسعين تريد أن تقرأ أفاسوس خمسة؟ نعم محبة المسيح تجعل الكنيسة صحيحة كلامه يبرز جمالها أحب هذا هذه ترجمة The Message لما قرأته لكم من قبل محبة المسيح تجعل الكنيسة صحيحة كلامه يبرز جمالها كل ما يفعله ويقوله مصمم لكي يخرج أفضل ما فيها أفاسوس خمسة ستة وعشرين بحسب The Message أليس هذا رائعا؟ هذه قدوة قائدنا كلماتي يجب أن تبرز جمال ليزا وكل ما أقوله أو أفعله يجب أن يخرج أفضل ما في ليزا عندما تزوجنا كانت ليزا منكسرة لأن خلفيتها العائلية كانت قاسية للغاية لكني لاحظت أني إذا استمريت أقول رغم أنها لم تصدقني في البداية أنت جميلة أنت حكيمة بدأت ترفع رأسها وهذا ما يفعله معنا يسوع أفاسوس أربعة خمسة عشر يقول بينما نتكلم بالصدق في المحبة سوف ننمو بالكامل في علاقتنا بالمسيح الذي هو الرأس هذا هو هدف زواجكم قال الله لتحضروا أبناء لله لتحضروا أبناء ليس فقط أن تلدوا أطفالا بل أن يصبح جون وليزا بيفير أكثر شبها بالمسيح في تعاملنا معا وهذا سيحدث بالتكلم بالصدق في المحبة سأكرر في زواجكم إما أن تتكلموا بالصدق للانتقام وتجرحوا أحدا بآيات الكتاب أو تختاروا أن تغفروا وتصلوا إلى أن يتدفق الحب ثم تتكلمون بالصدق في المحبة وهذا سيجعلكم تنمون لن تنموا بالمحبة فقط ولا بالصدق فقط بل بالتكلم بالصدق في المحبة أؤمن أن أحد أهداف الله من تجميع رجل وامرأة معا هو أن يبرز جمال التشبه بالمسيح في حياتنا لقد قدمنا هذه المحاضرات الستة وكتابا رائعا ودليلا تعبديا لكل منكم لكني أظن أن أحد أهم الأمور التي يجب أن نفعلها نريد أن نخلق جوا لكم لكي تعملوا بعض الأمور التي تكلمنا عنها انتهت الست محاضرات وقدمنا كلمة الله واختباراتنا الشخصية والآن نريد أن نمنحكم الفرصة لكي تتكلموا بالصدق في المحبة مع بعضكم البعض ربما لا يناسب هذا غير المتزوجين ولكني أريد المتزوجين أن ينظر إلى بعضهم البعض كل واحد في عيني الآخر وأريدكم أن تقولوا هذه الكلمات من كل قلوبكم أيها الرجال سأقودكم الآن في كلمات أريد كل منكم أن يقولها لزوجته قولوا هذا سامحيني لأني استخدمت قواي لكي أقمعك وأحبطك سامحيني لأني لم أقدر قيمتك وجمالك وحكمتك ولطفك سامحيني لأني لم أخلق بيئة لازدهارك وكنت أنانيا في أحاديثنا ووقتنا معا وحتى في الفراش أؤمن أن الله يقدر أن يشفي اتحادنا أؤمن أننا نستطيع كل شيء في من يقوينا سنتولى السيادة سنكثر وسنكون مثمرين جدا معا في اسم يسوع أنا متشوق لقضاء وقت معك والآن لتنظر الزوجات إلى الرجال وقلوا لهم سامحني لأني استخدمت قوايا لكي أبرز ضعفاتك من الآن سأستخدم كلامي لأبني حياتك سأضاعف قواك سأكون أفضل شيء حدث معك سامحني على الأوقات حين لم أكن مكانا أمينا لتوضع قلبك أؤمن أن الله سيصنع الكل جديدا سأكون حارسا أمينا لقلبك أختار أن أحب أختار أن أغفر هذا يوم جديد مليء بالرحمة والحق لنحب ونحلم قبلوا بعضكم تريد أن تقرأ هذا؟ نريد أن نعطيكم رؤية وهي رؤية الله سنعلن هذا المزمور على حياتكم حتى تبدأ كلمة الله تسير إلى مستقبلكم وتقابلكم هناك مزمور 122 هللويا طوب للرجل المتق الرب المسرور جدا بوصاياه نسله يكون ناجحا في كل مكان جيل كامل من المستقيمين يبارك رغض وغنى في بيته وبره قائم إلى الأبد نور أشرق في الظلمة للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرد يدير أعماله بالعدل مثل هذا لن يغلبه الشر الصديق يكون لذكر أبدي لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب قلبه ممكن فلا يخاف ويواجه مضايقيه منتصرا فرق مجانا وأعطى المساكين بسخاء بره يذكرونه إلى الأبد وسيكون مؤثرا ومكرما هذه هي كلمة الله التي يقولها عن اتحادكم عيشوها وتكلموا بها سويا آمين آمين أنتم شعب مكرم أنتم شعب ممتلئ نعمة أنتم شعب بار وسط أرض مملوء ظلاما أنتم رجاء لمن قد فقدوا الأمل زواجكم سيكون مثالا بارقا أبنائكم سيصلون لما هو أكثر مما تخيلتم الله سيثبتكم لا تخافوا من الظلمة التي تضغط عليكم الآن فهي ستجعل مجد الله يعلو في داخلكم واستكونون منتصرين في هذا الموسم في اسم يسوع آمين اشتركوا في القناة